اشتركوا في القناة الرياضية في هذه الجولة السابع عشر من دور الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى نتحدث اليوم عن هذه المباراة التي تجمع فريق جدة بنادي الوشم القادم من شقرة يعني نتكلم عن المباراة وإحصاءات هذه المباراة بداية من نادي جدة الذي سيدخل اليوم إلى أرضية الملعب حاملا معه 27 نقطة وهو في المركز الثالث لجدول ترتيب هذا الدوري ونتحدث عن الوشم القادم من محافظة شقرة بـ 22 نقطة وهو في المركز الثامن نتحدث عن هذه المباراة وهذه الجولة التي تجمع كلا الفريقين نادي جدة يريد التقدم خصوصا بعد المباراة الماضية التي تعادل فيها سلبيا وهو يعني تعادل بطعم الخسارة لنادي جدة خصوصا بعد أن فقد رأس الحربة وهدافه الصريح ويعني ما شاء الله تبارك الله المتميز اللي طار لنادي أهلي جدة وهو عثمان الحاج يعني ربما هذا كان يعني فقد جزء كبير من نادي جدة وخلاه يتعرقل في المباراة الماضية ما ندري اليوم هل نادي جدة راح يستمر في موضوع التعادلات هذه اللي شفناها ولا راح يكمل الانتصارات ويتقدم ويستعيد مركزه الثاني من جديد في جدول ترتيب هذا الدوري للحديث أكثر عن هذه المواجهة التي تجمع نادي جدة بالوشم القادم من شقرة نتحدث مع إداري نادي الوشم الأستاذ بندر النفاعي أهلا وسهلا بك ضيفا على قنوات كيس إس بورت نتحدث عن هذه المواجهة حياك الله اليوم في جدة يعني نادي الوشم 22 نقطة وفي نفس الوقت يعني أنتم في المركز الثامن وعندكم كان فيه درب في الدوري بحيث أنكم غيرتوا أقلتوا المدرب كان عندكم مدرب سابق واليوم أنتم مدرب جديد وهو المصري محمود جابر خلفا للتونس السابق كيف تشوف وضع الفريق مع المدرب الجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء إن شاء الله المباراة اليوم بإذن الله حليف الفوز الوشم ما فيه إن شاء الله درب أساسا لكن التغيير مع المدرب الجديد محمود جابر إن شاء الله في الفريق دعني مع له لا يمكن سبوعين بداية مع التاقلوم إن شاء الله أملين خير بإذن الله مع الكابتن محمود تحقيق نتائج جميلة بإذن الله جميل نتحدث عن مدرب الفريق كابتن محمود جابر عن موضوع ثلاث مباريات ما شاء الله تبارك الله سجل فيها كل الأرقاب يعني من فوز إلى تعادل إلى خسارة كيف تشوف الفريق معه خصوصا إنكم في المركز الثامن الدوري ما أحد يعرف له مرة طالع فوق في المركز الثاني مرة تشوفه في السادس خصوصا إنه الفارق بينكم وبين جدة قليل من حيث عدد النقاط أنتم 22 نقطة هم 27 أول شمال لوم الكابتن محمود في الخسارة الأولى خاصة لقدام الشئلة لأنه يعني ما بدأ يمكن له له سبوع فأنتعرف التكتيك وتعود على سلوبه مع اللعيبة لكن الفريق بدأ إن شاء الله تطور مرة اللي فاتت حققنا فوز على الجبلية 3-1 الحمد لله وإن شاء الله اليوم نطمح بعد بالفوز وإن شاء الله أكيد نطمح في صدارة وليش لا يعني قبل شوين تسألني هل تقول تطمحوني هنا نطمح يعني ما في الطموح للجميع لكن الطموح يحتاج إلى عمل والحمد لله دار عندنا تعمل الداعمين عضاء الشراف الجميع معنا أتمنى لكم التوفيق شكرا لك أستاذ بندر وهلا وسهلا فيك في جدة وإن شاء الله موفقين خير إن شاء الله اليوم أيضا نكمل حديثنا مع الجانب الآخر هنا في نادي جدة وهو يعني كان تويتر مشعل عن موضيع كثيرة تخص نادي جدة نتحدث مع الكابتن عزيز البركاتي أهلا وسهلا بيك ضيفا على قنوات كيسي سبورت نتحدث عن نادي جدة بعد فقدان عثمان الحاج وهو الملقب بالرنقي إلى نادي أهلي جدة كيف تشوف وضع الفريق بعد غياب لاعب مؤثر بحكم أنه هداف طبعا نحن ما نخفل حقيقة فعلا أنه لاعب يعني خرج من تسكرة الفريق وهو لاعب هداف كان تقريبا أنه هداف دوري درجة الأولى ولكن الفريق فيه باقي ثمانية وعشرين لاعب الثمانية وعشرين لاعب اللي يثبت وجوده ويثبت جدارته راح يمثل الفريق عندنا يعني نقول فيه تغييرات شي بسيط في خط المقدمة اليوم بيلعب باللاعب اللي هو كاينة لاعب أجنبي ويلعب من خلفه عثمان ديابيتي يعني في تغيير بسيط لكن إن شاء الله نقول إنه نكسب ثلاثة نقاط اليوم نتقدم شوي خطوة جميل هذا اللي اللي ودنا يصير وأنه نادي جدة يكمل وبقية الأندية لكن يعني نادي جدة شاهدنا أداء مثالي كان في بداية الدوري لكن في المباريات الأخيرة والجولات الماضية كانت فيه تعادلات بوجود عثمان الحاج الرنقي تتوقع مع غياب عثمان حيكون وضعكم أحسن ولا ممكن يكون أسوأ؟ طبعاً إحنا مع عثمان ترى تقريباً يمكن عندنا ثمانية عادلات مع عثمان الرنقي هو كان موجود يلعب بس كان حاسم في بعض المباريات مع ليش كان في حاسم أنت بتلعب والفريق الثاني بيلعب أنت تخطط والفريق الثاني يخطط لكن بشكل عام إجمالاً إحنا تقريباً راضين بشكل كامل عن الفريق ولا تنسى إحنا للساعة عندنا جولات كثيرة وعندنا دور ثاني تخطيط الفريق للدور الثاني شكل مختلف عندنا لاعب جنبي وصل اللي هو موسى كامارا هو حاضر اليوم معنا في أرضية الملعب ويشاهد المباراة وراح يوقع بعد استكمال فحوصاته الطبية تقريباً أنا شبه مؤكد توقيعه مع الفريق وعقده جاهز يظل هي بفحوصات طبية شكلية ولكن اللعب جاهز إن شاء الله تعالى جاهز بس هل راح يعوض غياب عثمان؟ عثمان كابتن كبير ولكن لا تنسى أنه هذه كرة قدم والملعب هو اللي يحضر اللاعب اللي ممكن يكون مثل عثمان بس إحنا عاطفياً مع عثمان أكثر بس ممكن يكون أفضل من عثمان وعثمان الله وفقه ولقيله عرض جيد وهذا لاعب كوي إن شاء الله بيثوا توجوده في نادي جدة كابتن عزيز نتحدث عن مدرب فريق نادي جدة الكابتن حسن خليفة بدأ يعتمد على أسماء كانت في دكة الاحتياط مثل إسماعيل أحمد وغيره من اللاعبين هل تعتقد أن المدرب غير من شكل الفريق باعتماده على أكثر من اسم كأساسيين في أكثر من مباراة شوف تكتكياً الكابتن حسن خليفة أنا بالنسبة لي أعده أفضل مدرب في دوري درجة الأولى بالأرقام الآن عنده تقريباً 6 فوات 9 دعاً تلات أنا في بعض المباريات كابتن حسن ما له ذنب فيها الفريق الوحيد في دوري درجة الأولى خسن مرة وحدة مع كابتن وطني مثل حسن خليفة اعتماده على الأسماء هو اعتماده ومو اعتماده تقريباً على الفريق الثاني أحياناً تعرف أنت عندك لاعب يكون يخدمك تكتيكياً مع فريق وما يخدمك تكتيكياً مع روك ثانية يعني هو فنياً يكون جاهز مع فريق وفنياً لا ممكن يجرب ويجيب واحد ثاني مثلاً أنت عندك خطة مثلاً دفاعية التي لعب أربع أربعة أثنين ولا تلعب أربعة خمسة واحد لما يلعب في أربعة خمسة واحد ممكن يعتمد على كابتن اسماعيل لمن يلعب 4-4-2 ممكن يخلي اسماعيل في الدكة وهكذا مع باقي اللاعبين جميل أتمنى لكم التوفيق اليوم وإن شاء الله بإذن الله يستعيد نادي جدة بداياته تفضل بس كلمة واحدة أنت لما تحضر نحن نفوز الله أعطيك العافية هذا التفاول نتمنى الله أعطيكم العافية أبس الأزل علينا الوشم نتكلم عن هذه المباراة يعني مباراة نتمنى أنها تكون على مستوى التوقعات لكل الفريقين ثواني بسيطة تفصلنا عن هذه البداية للمواجهة التي تجمع فريق جدة بنادي الوشم ننتقل إلى معلقنا المميز الذي سيكون معنا في هذه المباراة معلقنا الزميل هاني الشهري إليك من جديد بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين متابعين قنوات الرياضية السعودية في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير في مباراة اليوم وفي ختام الجولة السابعة عشر من دور الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى جدة يستضيف القادم من هناك من وسط المملكة العربية السعودية من محافظة شقرة الوشم الذي يأتي إلى هنا إلى مدينة جدة ليلعب ختام الجولة السابعة عشر في هذه البطولة في دور الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بالتوفيق للفريقين في هذه المباراة في هذا الختام الذي سيكون لهذه الجولة قد تتحرك معه بعض الكراسي في سلم الترتيب ولكن في مباراة اليوم كل من الفريقين سيدخل اللقاء من أجل الحصول على ثلاثة نقاط اليوم الوشم يعلم جيدا بأنه يلاقي جدة الأقل خسارة حتى الآن في هذه المسابقة بخسارة وحيدة كانت في الجولة الثانية بينما الوشم الذي يتواجد في المركز الحادي عشر خسر في ستة مباريات من ستة عشر مباراة لعبها فاز في أربعة مباراة ستة مباراة عفوا وتعادل في أربعة وخص ستة مباراة من تالي فريق الوشم الذي سجل لعبه ستة عشر هدف واستقبلت شباكة سبعة عشر هدف يلاقي جدة في المركز الرابع الذي لعب ستة عشر مباراة فاز في ستة وتعادل في تسع مباراة خسر مباراة وحيدة وله واحد وعشرين هدف وسجلت في شباكة اثمعشر هدف سبع وعشرين نقطة البركز الرابع يدير هذا اللقاء الحكم اللي واضع على الصورة الآن الحكم الدولي المعروف الحكم خالد الطريسي من حكام النخبة في قارة آسيا ثلاثين سنة خصائي مختبر يعمل في وزارة الصحة طبعا لدينا حكم مساعد أول بدر الشمراني حكم دولي أيضا من نخبة حكام آسيا ثمانية ثلاثين سنة والذي يعمل معلما مساعد الثاني عيسى الخيبري حكم درجة أولى والحكم الرابع عبدالله الخربوش ومراقب أو مقيم الحكام الحكم الدولي المعروف سامي النمري بداية المباراة ودوري الأمير محمد سلمان ينتهي في درجة أولى دوري درجة أولى اقترب من المنتصف طبعا نتحدث عن نهاية الدور الأول ثم تبدأ المنافسة بالدور الثاني والتي دائما ما يتحدث فيها الفريق البطل والمتاهل للدور الممتاز الأهداف كثيرة وكل فريق وضع أهداف قبل بداية هذا الموسم ولكن اليوم وفي مباراة اليوم قد تكون انطلاقة لأي من الفريقين لأن الوشم المتواجد في المركز الحادي عشر فوزة في مباراة اليوم قد ينقل للمركز الخامس بالتالي نتحدث عن خمسة مراكز سيقفزها فريق الوشم ينفاس في مباراة اليوم بينما فريق جدة سينتقل من المركز الرابع للمركز الثاني بالتالي مباراة مهمة للفريقين طبعا خيارات المدرب حسن خليف المدرب السعودي مدرب نادي جدة بعد الضرب الركنية كرة ملعوبة اللعب خارج المنطقة تعود لصالح فريق جدة في الجاتل يوم من الآن محاولة من بداية المباراة لصالح فريق جدة كرة عرضية سهلة وصلت لمدافعي فريق الوشم خيارات حسن خليفة في مباراة اليوم في حراس المرمى مرشال الحارس النيجيري في خطة دفاع من اليسار حسن العطاس زوي وأحمد المولد وراشد الرهيب في الظهيل الأيمن في خطة المنتصب أحمد كلنشي إسماعيل عمر ونايف السيد عثمان ديابيتي وجلسي بيرفات بينما في خطة المقدمة وحيدا أمارو كاينة طبعا أمارو كاينة كان يلعب في الوسط الأيمن الجناح الأيمن الجناح الأيسر ولكن بعدما ذهب الهدى عثمان إلى النادي الأهلي بالتالي اليوم أمارو كاينة سيكون في مهمة التهديف في داخل منطقة الجزاء تشكيلة بريق الوشم في مباراة اليوم وخيارات المدرب المصري محمود جابر في حراس المرمى هنا عارس المرمى عارس المرمى فريق الوشم يلعب في النار في اللقطة الماضية والكرة تخرج إلى خارج ضيئة ملعب رمي سلامات شفر الاشتراك اللي كان مع لعب فريق جدة والكرة خارجت إلى خارج ضيئة ملعب تشكيلة فريق جدة وخيارات المدرب جابر محمودة ومحمود جابر في حراس المرمى يتواجد إبراهيم زايد في خطة دفاع مليسار فهد إحزام عبدالله الدوسري فاسكو البرتغالي وسعيد خلف في خطة المنتصف التونسي الدولي نضار السعيد وسالك أحمد القادم من نادي أحد بكاكي أولسو الهداف هداف فريق الوشم بخمسة أهداف تكيس سيفياني لاعب النصر السابق عبدالله البلوي وفي خطة المقدمة يتواجد محمود دياب بيتي أيضا اللاعب الكونغولي مباراة مهمة نقاط مهمة يبحث عنها الفريقين في مباراة اليوم التغيير في سلم الترتيب قد يكون من هذه المباراة طبعا فريق أبها يتصدر سلم الترتيب حتى الآن واليوم الأنصار فاز فوز عريض جدا بأربعة أهداف في مباراة اليوم الأنصار أمام الشعلة بالتالي صعد الأنصار المركز الثاني موقتا إلى نهاية هذه المباراة وحتى ختام هذه الجولة لا زالت هناك الكلمة في هذا الملعب في مدينة جدة هنا في رديه ملعب الجوهرة بالتالي اليوم لا غيابات في الفريقين الكل جاهز لهذه المباراة الاستعدادات موجودة فريق الوشم الذي قدم من هناك من أجل أن يحقق انتصار فريق الوشم الذي فاز في المباراة الأخيرة أمام فريق الجبلين بثلاثة أهداف مقابل أهداف بينما جدة الذي تعادل كثيرا تعادل كثيرا كأحد أكثر الأندية تعادلا بتسعة التعادلات بالتالي فريق جدة هل يخرج من دوامة التعادل التي قد لا تكاد تخلو جولة من فوز إلا والجولة التي تليها يتعادل فيها فريق جدة حسن خليفة يريد الخروج من هذه الدوامة بينما المدرب المصري جابر يريد إكمال الانتصارات خاصة أنه انتصر في المباراة الماضية خطأ لصالح فريق الوشف الآن مع المدافع البرتغالي كرة أمامية وعالية تصل في منتصف الملعب تمريرة بينية ممتازة في المنتصف الكرنشي وحاول بالكرة المرور الكرة فيها خطأ لصالح فريق جديد خطأ لصالح فريق جديد في منتصف الملعب سلامات نايف السيش في الكرنشي والاشتراك اللي كان ملعب مع لاعب فريق الوشف بالتالي الكرة مع نايف السيد أيضا كان هناك اشتراك وخطأ لصالح فريق جديد في منتصف الملعب كل اللاعبين اليوم يعني نوايا حسن خليفة واضحة في التشكيلة نايف السيد والكرنشي كلهم يجدون صناعة اللعب في منتصف الملعب بالتالي هو يشرك كل أوراق المهمة مع بداية هذه المباراة الكرة للجلسي تمرير تخلفية لراشد الرهيب الذي يدخل بلوك جديد في مباراة اليوم الكرة ملعوبة لصالح فريق الوشف العاكم يقول ما فيها شيء أمامية تلعب لأمارو كاينة والسرعة هنا أمارو كاينة يحاول الحصول على الكرة الكرة تخرج إلى خارج أضية الملعب ضربة مرمى لصالح فريق الوشف البداية حتى الآن خمس دقائق من شرط المباراة الأول يبدو لي في إصابة لحارس مرمى فريق الوشف سلامات شاء الله يقوم بالسلامة إبراهيم زايد الحارس الذي سبق وأن مثل نادي الهلال ومثل الفيصلي أيضا هو اليوم مع فريق الوشف وهو يعاني من إصابة سلامات شوف اللقطة اللي كانت مع بداية المباراة وفي التدخل اللي كان مع لعب فريق جدة عثمان ديابيتي عثمان شوف سلامات شارقون بالسلامة هنا حارس الاحتياطي أحمد الفهمي أحمد الفهمي ومن لا يعرف أحمد الفهمي حارس الوحدة سابقا والحارس الموهوب أحمد الفهمي الآن يستعد للاشتراك بديلا للمصاب إبراهيم زايد هل يستطيع إبراهيم إكمال المباراة طبعا مباريات هذه الجولة افتتحت اه اه افتتحت المباريات بمباراة القيصوم والعدالة والتي انتهت بفوز العدالة بهدفين مقابل هدف التعادل كان في مباراة ضمك والطائب بهدف لكل من الفريقين ثم النهضة والمجزل وانتهت بالتعادل السلبي بدون هدف الخليج والعين وتعادل إجابي بهدفين لكل من الفريقين ثم انتصار للكوكب أمام فريق هجر بهدف مقابل لا شيء فالأنصار في مباراة اليوم اللي كانت أمام فريق الشعلة استطاع الأنصار الفوز بأربعة هدف مقابل هدف الجبلين والعروبة أيضا فوز الجبلين بهدفين نجران أمام أبهى والتعادل السلبي بدون هدف النجوم والجيل النجوم لازالي تقدم بهدفين مقابل لا شيء كرة لصالح فريق الوشم سلامات لحرس المرمج هل يقوم بالسلامة إبراهيم زايد إبراهيم هل يقوم بالسلامة بمعنان على سلامته طبعا أحمد الفهمي أحمد الفهمي يسعد دخول إلى أرضية ملعب هل سيتم التغيير يبدو لي إبراهيم زايد سيكمل اللقاء مع زملاء اللاعبين بالتالي هو يوفر على محمود جابر تغييرا لأن التغيير الطراري اللي يكون مع بداية المباراة يعمل ضغط كبير على المدرب قبل بداية هذه المباراة كان هناك سوناريو يضع كل مدرب بالتالي من الصعب أن يضع المدرب في الحسبان بأنه سيخسر أحد التغييرات مع بداية المباراة في الشوط الأول كرة ملعوبة أمامية وعالية تخرج إلى خارج أضيئة ملعب رمية تماث لصالح فريق جدا راشد الرهيب بالخبرة بالسنوات اللي شارك فيها مع الاتفاق ثم الاتحاد ومثل المنتخب السعودي راشد الرهيب في الظاهير الأيمن اللعب المميز أمامية كرة اليومارو كائنا الكرة تدخل السعود لصالح فريق الوشم هل يضع الوشم اليوم علامة ووشمن هنا في مدينة جدا بانتصار أمام فريق جدا هل يضع قدما في المركز الخامس فريق الوشم اليوم أمام تحدي كبير في مباراة صعبة كرة ملعوبة في الوسط الأيمن هناك لصالح فريق الوشم السعيد خلف كرة لفاسكو فاسكو في منتصف الملعب لسالك أحمد سالك تمريره أمامية بينية وصلت لراشد الرهيب كرة ملعوبة لصالح فريق جدا محاولة راشد يفكر يمر ويمرر الكرة لديابيتي عثمان للكرنشي حلوة للجهة اليسرى لصالح فريق جدا الآن في انتشار جميل في محاولة التمرير الكرة تتخلص صعود لصالح فريق الوشم في وسط الملعب تركي السفياني كانت الكرة وصلت إلى خارج رضية الملعب رمي التماسي صالح فريق جدا من الجهة اليسرى الآن يعني في نية واضحة من مدرب فريق جدا لامتلاق خط المنتصف بإشراكة للكرنشي ونايف السيد اسماعيل عمر كثلاثي بوسط الملعب لامتلاق منطقة المناورة ولكن طالما هناك غياب بالنسبة للخط المقدمة وعدم وجود عثمان الحاج هل يؤثر على هجوم فريق جدا في مباراة اليوم عثمان الحاج في آخر جولة لعبها مع فريق جدا سجل في مباراة أمام فريق الجيل الهدفين بالتالي هو لا زال حتى الآن في صدارة الهدفين في دور الدرجة الأولى كرة ماميمة العوبة عالية تمر من أمارو كاينة وتصل لحارس المرمى إبراهيم زايد كرة من إبراهيم في منتصف الملعب تمريره من نضال سعيد نضال كرة للجاهة اليوم وصلت لصالح فريق الوشم انتشار ممتاز وتمرير الآن وتقدم لصالح فريق الوشم مشروع هجمة في كرة طويلة اللعب للجاهة الأسرة الكرة تمر وتخرج إلى خارج عضية الملعب رمية تماس لصالح فريق جدا راشد الرهيب شوف اللوك الجديد والصبغة للشعر بالنسبة لراشد الرهيب اليوم يعني فيها يعني طلّة جديدة بالنسبة لراشد طلّة جديدة ولكن الجمهور جمهور فريق جدا يريد الطلّة الجديدة في الكرات العرضية الجميلة في استغلال الفرص في وضع الخبرة بالنسبة لراشد الرهيب واستغلالها في مشاركتها مع فريق جدا في هذا الموسم كرة ملعوبة لصالح فريق الوشم في وسط الملعب تقدم وتمرير للجاهة اليمنى كرة لليمين سعيد خلاف كرة مقطوعة تعود لصالح فريق جدا الآن التمرير والكرة خاطئة مع وجود خطأ لصالح فريق جدا نايف السيد مهارة عالية دائما نايف السيد الاحتفاظ بالكرة والتقدم والمرور ولكن تركي السوفياني يتدخل في اللقطة الماضية بالتالي خطأ لصالح فريق جدا في اللعب طبعا نشاهده في أرضية الملعب أحيانا ولكن هنا توجيهات المدرب محمود جابر المدرب المصري لاعب الأهلي والإسماعيلي سابق الذي كان يلعب في خط المتصف 58 سنة بدأت تدريب عام 90 درب هنا في المملكة العربية السعودية الوحدة عام 2006-2007 مساعدا للمدرب الألماني بوكير كما انتقل مع بوكير في تدريب لتدريب النادي الأهلي في عام 2007 درب في ليبيا الهلال الليبي أهلي طرابلس أم مصرال في قطر ودرب أحد أيضا هنا في المملكة العربية السعودية محطات كثيرة مع محمود جابر بينما في الجهة الأخرى المدرب الكبير أيضا حسن خليفة الحارس الأمين ويبدو لي أنه كان أمينا مع فريق جدة الذي لم يخسر سوى في مباراة واحدة كورا ملعوبة لصالح فريق جدة الآن كرانشي تقدم الجهة الأسرة مرور وتقدم استخلاص ممتاز من فاسكو تعود الكرة تمريرة تغيير لعب في الجهة اليوم عودة ممتازة للتغطية والقيام بالدور الدفاعي كانت من بكاكي أولسو بكاكي مع الكرة الآن أمامية وتمريرة حلوة للجهة الأسرة ولكن الكرة تطول وتخرج إلى خارج عضية تملعب رمية تماث لازال يبدو لي إبراهيم يعاني من الإصابة ويتألم الآن وإبراهيم يريد إكمال اللقاء ولكن يبدو لي أن هناك تغيير سيكون لفريق الوشف سلامات لإبراهيم زايد والحارس البديل أحمد فاهمي أيضا حارس مميز حارس الوحدة سابقا والحارس اللي كان عليه الحقيقة الكثير والكثير من الأنظار عندما كان في حراسة مرمى فريق الوحدة هو اليوم يجد فرصة للمشاركة بعد إصابة زميلة إبراهيم هل سيتم التغيير ومحمود جابر في موقف طبعا لا يحسد عليه في مباراة اليوم في الشوط الأول التغيير الطلالي اللي يكون لحارس المرمى سيخسر من خلال أحد التغييرات بالتالي فعلا التغيير يبدو لي سيتم وسلامات لإبراهيم وإن شاء الله يعود ليشارك مع زملاء في اللقاءة القادمة شوف توجيهات محمود للاعبي في أرضية الملعب وهذا تركي السفياني أحمد فامي عارس استعداد لإشراكة بديل الإبراهيم سعيد بالتالي فريق الوشم يخسر تغيير مع بداية المباراة مع الشوط الأول في الرمع الساعة الأولى من شوط المباراة الأول ولكن دعونا نتحدث عن تاريخ لقاءة الفريقين في عام 2015 في دور الدرجة الثالثة الوشم يفوز على فريق جدة بهدفين مقابل الهدف مسفر الدوسري وسعد حدادي هما من سجلوا لفريق الوشم في ذلك الموسم في موسم 2016 في دور الدرجة الثانية التقى الفريقين في الدور الأول في ذلك الموسم فاز فريق جدة في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين وسجل إسماعيل عمر اللعب الذي يتواجد في أرضية الملعب وقاسم مساوى ومصلح صلاح أهداف فريق جدة بينما فهد جبريل وعبد الله المقرن سجلوا لفريق الوشم في تلك المباراة في الدور الثاني عاد الوشم لينتصر بهدفين مقابل هدف وسجل لفريق الوشم في تلك المباراة العيد لبان وعمر الكسار وفريق جدة قاسم مساوى بالتالي هدف لقاءة الفريقين يتواجد في دكة البودناء اليوم اللي هو اللعب قاسم مساوى هذا إذا ما كان خارج التشكيلة على ما أعتقد قاسم في مباراة اليوم بالتالي المباراة وفي تاريخ لقاءة الفريقين يتفوق الوشم على فريق جدة بفارق مباراة واحدة فاز الوشم ثلاثة مباراة وفاز جدة في مبارتين والغريب أنه لا تعادل في مباراة الفريقين على نطاق الدوري سواء في دور درجة ثالثة أو دور درجة ثانية كرة لصالح فرق جدة الآن مع زوي المدافع العبها لأحمد المولد كرة لراشد الرهيب من الجاهة اليوم راشد يعيدها لأحمد الكرة لصالح فرق جدة الآن ومشروع لبناء هجمة واعتماد على الكرات الطويلة وسرعة ومارو كاينة التقدم الجاه اليوم ومارو يحاول الكرة تتخلص وتخرج إلى خارج ضيئة من العب رمي التماسي صالح فرق جدة التوقف الذي كان بعد التغيير بعد خروج حارس مرمى المصاب إبراهيم زايد و دخول الحارس يؤثر قليلا على رتم المباراة سلامات يا إبراهيم سلامات إن شاء الله يعود قريبا ليشارك مع زملاء اللاعبين كرة ملعوبة عالية رأسية داخل منطقة لصالح فرق جدة الكرة تخرج بإشارة الحكم إلى ضرب روكنية لصالح فرق جدة من الجاهة اليوم هدف مع بداية المباراة قدياتي الآن من الضرب الركنية لصالح فرق جدة الرهيب والكرنشي على التنفيذ وتقدم لعثمان ديابيتي والكرة اللعبة للكرنشي عالية ممتازة الكرة العرضية الكرة تخرج إلى خارج جدة من العب وهناك إشارة من الحكم المساعد بدر الشمراني يبدو لي كرة فيها خطأ لصالح فرق الوشب شوفوا الكرة شوفوا اللعبة اللي كانت والكرة الرأسية اللي كانت من المدافع وإشارة الحكم المساعد بدر الشمراني أحمد فهمي حارس مرمى فريق الوشب فيه تأخير في تنفيذ واستئناف اللعب الفهمي الآن على تنفيذ الخطأ لصالح فريق الوشب كرة ملعوبة أمامية في الجاهة اليمنى اللعب عالية رأسية وصلت في وسط ملعب الجاهة اليوسرى هناك لصالح فريق جدة التمرير والتقدم من عثمان الديابيتي هذا لعب دولي يلعب في منتخب النيجر ويشارك في وسط ملعب فريق جدة في مباراة اليوم ولكن في هذه المباراة حتى الآن النتيجة السلبية مع بدايتها في الدقيقة العشرين في شوط المباراة الأول الجولة السابعة عشرة ختام هذه الجولة جدة يصط ضيف الوشم في ملعب الجوهرة في ملعب رديف الجوهرة في مدينة الجد رمية تماس لصالح فريق الوشم فهد حزام الكابتن العب الكرة تعود لصالح فريق جدة رأسية خلفية مقطوعة نضال السعيد اللاعب التونسي دولي الله حلوة تمرير الكرة لكن يبدوني فيها لمسة يد يبدوني فيها لمسة يد اللقطة الماضية التمرير الحلوة اللي كانت خلف المدافعين ولكن حاول مع المهاجم محمود شوف اللقطة شوف التمرير وأيضا حال التسلل كامل على مهاجم فريق الوشم كرة ملعوبة لصالح فريق جدة أود مرشال لزوي أمامي الكرة مع تحرك ليومارو كاينة الكرة وسط للدفاعات فريق الوشم في الجهة اليمنى السرعة والتقدم والتمرير الكرة تعود بتمريرة حلوة ممتازة لكن التدخل والاعتراض الجيد كان من اسماعيل عمر كرة عالية لصالح فريق جدة تعود في وسط الملعب كرنشي مع الكرة التمرير للجهة اليسرى المايسترو في خط المنتصف أحمد كرنشي صانع الألعاب والمفكر والمدبر بالنسبة لفريق جدة دائما أحمد كرنشي الكرة والخطورة تكون عندما تكون كرة بين أقدام الكرنشي وأيضا نايف السيد الذي يتواجد في الجهة اليسرى تنظيم دفاع ممتاز لفريق الوشم والتمرير الكرة وصلت لعثمان تعود لأماره تمريره لصالح فريق الوشم الآن جات اليمنى سعيد خلف في وسط المعب كرته تتخلص تعود إسماعيل عمر يمر إسماعيل مر 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 حلوة حلوة تقدم ومهارة كبيرة إسماعيل ينفرد بالمرمة بمهارته يا سلام شوف 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 المرور شوف التقدم الكرة وضعها لكن الفهم يتعلق الفهم يفهم عليه وعرف الزاوية اللي بيحط الكرة فيها الفهم يخلص الكرة إلى خارج رضية الملعب ضربة ركنية لصالح فريق جدة أحمد فهمي ينقذ مرمى فريق الوشم من هدف أول في شوط المباراة الأول كرة ملعوبة من راشد الرهيب تعود لصالح فريق جدة جرع كبيرة كانت من إسماعيل بالتقدم بالكرة ومهارة عالية ودخول داخل مطقة الجزاوة لكن أحمد فهمي ببراعة كبيرة الكرنشي تسديد الكرة تخرج إلى خارج ضربة مرمى لصالح فريق الوشم شوف 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 جرع كبيرة مهارة مرور وتقدم يا سلام شوف شوف وضع الكرة ولكن يا سلام ابداع كبير أيضا من أحمد فهمي توقع ردة فعل عالية جدا وتخليص للكرة بالتالي ضربة مرمى لصالح فريق الوشم الآن أول فرصة في المباراة أخطر كرة في المباراة كانت من إسماعيل عمر كرة عالية تعود لصالح فريق الوشم الآن فاسكو لأحمد فهمي الفهمي وضغط كبير والكرة تخرج إلى خارج ضربة مرمى يعني حتى نفس اللقطة اللي كانت مع إبراهيم السعيد مو معقولة الكرة اللي كان فيها ضغط على إبراهيم بالتالي يصيب من خلال إبراهيم شوف فاسكو عاد الكرة هنا أحمد فهمي يعني حب يكسب الكرة ويلعبها لأحد زملاء ولكن كان الضغط كبير من عثمان تيابيتي بالتالي الكرة تخرج إلى خارج ضيئة ملعب ضربة مرمى لصالح فريق الوشم عالية راسية وصلت الكرة لنضال كنترول ممتاز وتمرير الأمام لكن الكرة تتخلص من أحمد المولد تعود لبكاكي الكرة لتركي سوفياني للجهة اليوم وتقدم اليمين ممكن العرضية مع تقدم أيضا لمحمود ديابيتي والكرة تخرج إلى خارج ضيئة الملعب ركنية أولى لصالح فريق الوشم في شوط المباراة الأول حكم المساعد الثاني لقطع عليه عيس الخيبري حكم درجة أولى 32 سنة ويعتبر من الحكام الجيدين الحقيقة يشارك في دوري درجة أولى طبعا القرار الذي كان من الاتحاد السعودي وبدعم من معالي المستشار تركيا للشيخ بالاستعانة بالحكام السعوديين في دوري المحترفين دوري الأمير محمد المسلمان للمحترفين بالتالي فرصة كبيرة للحكام السعودي المشاركة في بطولة الدوري كرة ملعوبة للجاهة اليوم للي صالح فريق جدا في تدخل واعتراض هنا وحديث مع الحكم بالتالي خطأ يبدو للي صالح فريق جدا خالد الطريس الحكم الدولي واحد حكام النخبة في قارة آسيا 30 سنة عمره يعني لا زال صغير في السن بالنسبة لحكم دولي وحكم من حكام النخبة خالد الطريسي بالتالي بالتوفيق لخالد والزملاء الحكام اللي حيعودون إن شاء الله ويشاركون في إدارة مباريات الدوري الممتاز كرة للي صالح فريق جدا تقدم راشد الرهيب يمر بالكرة الحكم يقول ما فيها شي اللقطة الماضية خالد الطريسي كان قريب جدا كان قريب من اللقطة الحكم يقول ما فيها شي بالتالي الكرة مرت راشد الرهيب مر داخل منطقة ويبدو لي كان يطالب بضربة جزاء كان في وقوع لراشد الرهيب ولكن الحكم أمر بسمرار اللعب في اللقطة الماضية شوف اللقطة شوف المرور من راشد الرهيب ويعني ما حب أعطي رأي في مثل هاللقطات ولكن يبدوني المدافع كانت قدمة على الأرض يعني فبالتالي الكرة من وجهة حكم المباراة ما فيها شي الكرة الحكم احتسب سمرار اللعب بالتالي الكرة ما فيها شي خالد واللقطة طبعا ستكون جدلية بالنسبة لهذه الجولة الجولة السابعة عشرة أحد الكرات المهمة اللي كان داخل منطقة جزاء بالتالي هناك كرة لصالح برق جدا ومارو كاينة السرعة مطلوبة والتمرير وين يا عثبان وين يا ديابيتي الكرة اللعب ولا هذا جلسي جلسي للعب الكرة واللعبها بعيدة بعيدة ومرت الكرة إلى خارج عضية الملعب هنا أحد المشاهدين يعني يبدو لي أنه من عشاق اللعب عثمان ديابيتي بالتالي عندما قلت ويني عثمان ويقول مو عثمان مو عثمان هذا جلسي جلسي للعب الكرة ومرت ينقل جديد الملعب الكرة الآن لصالح فريق الوشم عالية رأسية خلفية تعود أمامي تمر الكرة لصالح فريق الوشم خطورة الآن ومرور ممتاز وتقدم مهارة عالية من بكاكي الكرة للجهة اليوم لصالح فريق الوشم ممكن عرضية تلعب الكرة حلوة كانت المحاولة والفكرة ولكن التنفيذ لم يوفق فيه اللاعب بالتالي الكرة تخرج إلى خارج رضية الملعب ضربة مرمى لصالح فريق جدا شبه كرة العرضية حاول لعبها على الطاهر تركي السفياني كرة تمرت إلى خارج رضية الملعب بالمناسبة تركي أحد الهدافين في فريق الوشم المباراة الماضية أمام الجبلين تركي السفياني سجل اسمه في مناسبتين في هدفين في المباراة التي فاز فيها فريق الوشم في ذنة أدف مقابل هدف بالتالي المدرب محمود يشرك في منتصف الملعب خلف المهاجمين للاستفادة من مهارته العالية الكرة وسط لأحمد فامي لحارس منو فريق الوشم ارتفع رتم المباراة مع الفرص الضائعة اللي كانت ليه فريق جدا مع أيضا اللقطة اللي كانت في الكرة الماضية لصالح فريق الوشم من ترك السفياني بالتالي لا زالت النتيجة السلبية حتى الآن في شوط المباراة الأول التي لا تخدم الفريقين في سلم الترتيب قد يبقى يبقى كل فريق في مركزها إذا ما انتهت المباراة بالتعادل الكرة مع راشد الرهيب في رمية التماس لصالح فريق جدا اللعب جلسي يحاول كرة عادت للجلسي الآن من الجاه اليومنا معه أمارو كاينة جلسي يحاول لعب الكرة العرضية هذه فيها تموي ولا الكرة عدت منها الكرة ولا لأمارو كاينة ورحاول يمر كرة مقبوعة أماميا ملعوبة عدت الكرة إلى خارجة ضيئة من العب رمية التماس لصالح فريق جدا في خطورة في سيطرة اللعب فريق جدا ولكن الهجوم المرتد بالنسبة لفريق الوشم حتى الآن لم يشكل الخطورة الكبيرة على مرمو فريق جدا بالتالي الشوط الأول حتى الآن لا زالت نتيجة سلبية الكرة ملعوبة أمامية وعالية في وسط الملعب لصالح فريق الوشم راشد الرهيب تدخل من الجاه اليوم ومحاولة الكرة تخرج إلى رمية التماس راشد الرهيب إلعب الكرة أثمان أثمان كرة مقطوعة تعود الكرنشي خلفية للمولد كرة خاطئة وصلت لصالح فريق الوشم الآن ارتداد هجومي والسغلال للخطأ اللي كان من لعب فريق جدا بممكن الكرة عرضية اللعب خالنا على قوس ما تقل أوه حلوة الله الله تسديدة حلوة قرار مناسب سرعة في التنفيذ وكرة قوية ولكن هذا مرشال يتعلق في اللقطة ماذا شوف 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 التسديدة قوية قوية كانت اللعبة الكرة إلى خارج أرضية ملعب عبدالله بلوي يبدو لي اللي كان مع الكرة وكان مع اللقطة بالقدم اليوم كانت قوية جدا لا هذا بكاكي شوف 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 الله الله على التسديدة وأوتا مرشال يتألق أيضا في تخلص الكرة شوط أول حتى الآن تعادل سلبي يتألق في الفهم وأوتا مرشال حراس المرمى يتألقون في شوط المباراة الأول كرة عالية لصالح فريق جدا الآن تعود أمامية من الكرنشي وصلت للجاه يومنا مرة أخرى إسماعيل إسماعيل ممكن يمر بالكرة يعديها أمامية ليومارو كاينه سرعة وتقدم الكرة يحصل عليها لكن إشارة من الحكم المساعد بخروج الكرة إلى خارج ضيئة الملعب رمي التماس رمي التماس لصالح فريق الوشف رد كان قوي جدا في اللقطة الماضية وتزديدة قوية والله يعني سرعة اللاعب في اتخاذ القرار والتزديد كان ممتاز جدا من بكاكي ولكن ردت الفعل من أوتا مرشال أنقذت مرمى فريق جدا من هدف أول كان يأتي لصالح فريق الوشف رمي التماس لصالح فريق الوشف من الجهة اليسرى مع الكابتن فهد حزام كرة تعود لفهد مرة أخرى أمامية راسية وصلت لوسط الملعب لصالح فريق جدا تدخل يأتي من زوي أمامية من زوي عالية تعود حاوله من جلسي كرة خرجت إلى خارج ضيطة ملعب رمي التماس لصالح فريق جدا راشد الرهيب أثمان راسية يهيئ الكرة تدخل ممتاز من فاسكو البرتغالي تعود مرة أخرى لصالح فريق جدا تحضير زوي تمرير الكرنشي ما شاء الله بكل سهولة كرنشي دائما يخرج من كل المواقف وتمرير كانت حلوة في اللقطة الماضية لكن التدخل ممتاز وارتداد هجومي رائع وانتشار حلو اللعب في فريق الوشب الآن محاولة والتمرير الجاه اليمنى لكن الكرة مقطوعة تصل لصالح فريق جدا من الجاه اليوصل الآن تقدم تمرير في وسط الملعب اديابي تي عثمان فضل العودة لحارس المرمى أوتا مرشال مرشال مع الكرة يحاول كسب الكرة بالتمريد لأحد زبراء اللاعبين لا يريد تخلص الكرة وتشديد الكرة بشكل مجهول بالتالي كرة توصلت للاعبي فريق جدا الكرة وصلت للجاه اليوسرى الآن العطاس كرة للكرنشي للجاه اليوسرى لنايف السيد مهارة عالية الكرة قريبة من قدمي دائما نايف وتحرك ممتاز لكن الكرة وصلت للعطاس سعود لنايف للكرنشي مثلث ممتاز ولكن التمرير الخاطئ تعود مرة أخرى كرنشي يلعبها لأحمد المولد أحمد مهارة ثقة كبيرة وتمرير حسن العطاس أمامية بينية وصلت الكائنا لعثمان ديابيتي الكرة وصلت لحرس المرمى أحمد فهمي يبدو لي حسن خليفة في مباراة اليوم يلعب بمهاجم وهمي أحيانا نشاهد مارو كائنا وأحيانا نشاهد أثمان ديابيتي وأحيانا جيلسي بالتالي حسب تحرك اللاعبين في أرضية ملعب اللاعب الأقرب من منطقة الجزاء هو من يشكل رأس الحرب في تشكيل فريق جدة كرة ملعوبة لصالح فريق الوشم الآن بكاكي كرة وصلت للمضال السعيد مثلث ممتاز وتمريرات بينيها رائعة خروج من الموقف ممتاز وتمرير الجه اليومنا لصالح فريق الوشم والكرة لم تكتمل لتصل لأوتا مرشان لصالح فريق جدة عادت لوسط ملعب إسماعيل عمر كرة تالي راشد الرهيب راشد تقدم بالكرة من الجه اليومنا لعبها لأمار كاينة تعود لإسماعيل إسماعيل تمرير والكرة تصدم في مدافع فريق الوشم ويبدو لي فيها لمست يد في اللقطة الماضية على نضال السعيد لعب التونسي الدولي حكم يقول رمي التمس رمي التمس صالح فريق جدة لعبت راسية تعود لصالح فريق الوشم الجه اليومنا أمامية الكرة لعبت خلف المدافعين السرعة الآن والعودة للقيام بالدور الدفاعي والزوي يكسب الصراع بخطاء لصالح فريق جدا مع لاعب محمود ديابيتي أيضا لاعب الكنغولي كرة لصالح فريق جدا الآن أحمد المولد تقدم لعب الكرة كرنشي لأحمد المولد ربع ساعة الأخيرة من شوط المباراة الأول ولازال التعادل السلبي بين الفريقين بدون هداف جدا والوشم في ختام مباريات الجولة السابع عشر بين دولي الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى الكرة ليومارو كاينة ليومارو كاينة لصالح فريق جدا يصل لاعب فريق جدا ويسيطر ولكن لا يوجد خطورة كبيرة على مرمى فريق الوشم بينما ظهر لفريق الوشم ردت فعل جميلة من الكرات المرتدة بكرة بكاكي اللي كانت في فيها تألق حارس مرمى فريق جدا كرة اللعب خطأ لصالح فريق جدا وإسماعيل عمر لواقع عرضية الملعب هل من هدف يحرك من رتم المباراة بالنسبة لفريق جدا من الكرة الثابتة الآن على مرمى فريق الوشم في تواجد حارس جيد بالنسبة لفريق الوشم الحارس أحمد فهمي تغيير وحيد كان فيه هذا المباراة التغيير الطراري اللي أخرج به جابر مدرب فريق الوشم حارس مرمى إبراهيم زايد وأشرك أحمد فهمي حارس الوحدة السابق والذي يذود على مرمى فريق الوشم في مباراة اليوم حالصد مكوم من أربعة لعبين وخطأ لصالح فريق جدا محاولة حلوة ولكن الكرة تبر وتخرج إلى خارج أرضية ملعب ضربة مرمى لصالح فريق الوشم أثمان الديابيتي لعب متخب النيجر لعب دولي أيضا يشارك مع فريق جدا في وسط أرضية ملعب هو كان يلعب في محور الاتكاز الدفاعي ولكن غياب أثمان الحاج في وجهة نظري أثر كثيرا على الطريق الهجومية للمدرب حسن خليفة تحركاتها كانت داخل مطقة الجزاء دائما ما يكون لها تأثير كبير ولا ما كان يعني عنده تسعة أهداف وهو الهداف حتى الآن في تدخل في وسط ملعب الكرة الماضية وتمرير الكرة وصلت لحارس المرمى ودوى مرشاني واتمان الحاج تسعة أهداف متصدر الهدافين واتقل لنادي الأهلي طبعا في الدوري الأمير محمد مسلمان للأندي المحترفة الكرة وسط لصالح فريق الوجهم الحكم يقول ما فيه شي لقطة الماضية خالد أطريسي كرة لصالح فريق جدا ملجأ لأسرة الآن حاوله تمرير في وسط الملعب أثمان ديابيتي كرة أمامية مقطوعة كاكي مع الكرة اللعب الكونغولي الذي احترف في الدوري التركي ويشارك الآن مع فريق الوشم ويقدم مباراة رائعة حتى الآن كرة كوبكاكي حتى الآن هو مصدر الخطورة في وسط أرضية ملعب فريق الوشم كرة لصالح فريق جدا أدمرشان تمرير للكرنشي كرة تامامية لجلسي تعود رأسية من المدافع ومن الظاهير فادح زام وتدخل هنا في وسط الملعب وخطأ لصالح فريق الوشم خطأ لصالح فريق الوشم شوف اللقطة الماضية والتدخل والخطأ أثمان ديابيتي مع كاكي أولسون سلامات كاكي إن شاء الله يقوم بالسلامة شارك مع زملاء ما تبقى من هذا الشوط الذي لا زال سلبيا بدون أهداف حتى الآن في ختام هذه الجولة سابع عشرة والذي ينشد فيه كل من الفريقين الوصول للثلاثة نقاط لأنها راح تكون تأثيرها كبير فريق جدة في المركز الرابع بسبب وعشرين نقطة فوزة في مباراة اليوم ينقل للمركز الثاني مباشرة بينما فريق الوشم 22 نقطة فوزة في هذه المباراة سينقل للمركز السادس وهو في المركز الحادي عشرة بالتالي مباراة مهمة تعتبر نقطة انطلاق لكل من الفريقين ولكن يعني هي أيضا مباراة صعبة هي أيضا مباراة صعبة فيها لاعبين جيدين في وسط أضيئة منعب نشاهدون في كل من الفريقين ابكاكي الذي خرج لتلقى العلاج أحد اللاعبين المهمين بالنسبة لفريق الوشم اللي كان في اللقطة الماضية الكرة للكرنشي خاطئة تركي السوفياني تدخل كان ممتاز البلوي عبدالله من جاء اليومنا مرور وتقدم وتمرير الكرة مقطوع تعود نضال سعيد كرة وصلت لصالح فريق الوشم بالجاة اليسرى ملعوبة ابكاكي لسالك أحمد تمريرا للجاة اليومنا سعيد خلف عرضية داخل المنطقة الخطيرة الرأسية السهلة وصلت لأوتا مرشان نضال سعيد ما تعمل مع الكرة بالشكل المطلوب في اللقطة الماضية ما كان فيه رقابة على نضال في الكرة الكرة فيها تدخل هنا وتغطية دفاعية من سالك أحمد الحكم يقول ما فيها شي تعود إلى خالج رضية ملعب لأطمئنان على سلامة جيلسي لواقع رضية الملعب إن شاء الله يقوم بالسلامة خالد تريسي شوف اللقطة شوف التدخل واشتراك مع جيلسي في اللقطة الماضية بالتالي الحكم أمر باستمرار اللعب لم يحتسب فيها أي شي وجيلسي إن شاء الله يقوم بسلامة يشارك مع زملاء اللعبين الدقائق الأخيرة دقيقتين وثلاث الدقائق تبقت على الوقت الأصلي من شوط المباراة الأول تعدل السلبي بدون أهداف جدة والوشم في هذه الجولة الجولة السابعة عشر من دور الأمير محمد من سلمان لأندية الدرجة الأولى أحمد فهمي كرته وصلت للجال يسرى لصالح فريق الوشم محاولة وضغط على حامل الكرة كبير وافتكاك ممتاز وإسماعيل يحاول مع ديابيتي ولكن عثماني يرتكب خطأ لصالح فريق الوشم خطأ صالح فريق الوشم شوف اللقطة الماضية شوف التدخل من عثمان ديابيتي عبدالله الدوسري والكرة أمامية وعالية راشد الرهيب رأسية وصلت للجلسي جلسي في وسط الملعب يعيد الكرة للخلف لزوي المدافع كرة لأحمد المولد المولد أمامية وعالية الكرة هناك في الجهة لأسرة والتبريرة راسية وعادها السعيد لحارس مرمى أحمد محمد لصالح فريق الوشم فهمي كرة عالية ملعوبة ملعوبة لصالح فريق الوشم محاولة بسط الملعب تركي سوفياني حاول مع راشد الرهيب مرمض بالكرة تركي ممتاز المرور وتمريرة للجهة اليسراء اللي بكاكي لك للكرة قصيرة وصلت لأحمد المولد خلصها إلى خارج ملعب رمية تماث صالح فريق الوشم فيه استنفار من لعبي فريق الوشم يبدون ليبحثون عن تقدم قبل نهاية شوط المباراة الأول دقائق الأخيرة من الشوط الأول دائما دقائق الأخيرة تكون فيها مفاجآت كرة ملعوبة تعدي بكرة مر لأوتا مرشان فيه أيضا حالة تسلل على مهاجم فريق الوشم في اللقطة الماضية بالتالي الكرة تعود لصالح عفوا لصالح فريق جدة أمامية مرشان عبا لراشد الرهيب تقدم وتمرير كرة تتخلص إلى خارج 8 عبر مية تماث لصالح فريق جدة راشد الرهيب العبا لأثمان تيابيتي لإسماعيل عمر تمريرة عالية مرت الكرة لأمارو كيني حاول الحصول على الكرة تعود للكرانشي ممتاز اللعبة لنايف السيد ممكن تسديده سهلة ليد عرس المربع أحمد فهمي حاول وضع الكرة نايف السيد في زاوية ولكن الكرة وصلت سهلة لأحمد الفهمي شوف نايف السيد شوف التسديد الكرة سهلة جدا كانت لأحمد فهمي خمس دقائق وقت بدأت ضايع على نهاية شوطة المباراة الأول يحتسب الحكم الدولي حكم الساحة خالد طريسي في هذه المباراة جدة والوشم قد ينتهي شوطة الأول بالتعادل السلمي بين الفريقين بدون أهداف وهو الهدف شوف اللقطة الماضية شوف تدخل بكاكي واقع أرضية الملعب خالد طريسي أمام أحمد المولد والبطاقة الصفراء في يده خلاص فيها كرة أصفر يا أحمد فيها بطاقة نعم كرة أصفر لأحمد المولد في تدخل في اللقطة الماضية اللي كان على بكاكي خطأ لصالح مريك الوشم شوف اللقطة الماضية شوف تدخل كان على بكاكي وقع على رضاية الملعب لكن هو يعود لمشاركة مع الزملاء سالما خطأ لصالح فريق الوشم الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع هل تشهد هدفا للفريق القادم من هناك من محافظة شقرة يتقدم به فريق الوشم على فريق جدة ممكن كل شيء وارد في كرة القادم حصد مكوم اللاعبين تقدم للعبي فريق الوشم داخل منطقة جزاء فريق جدة والكرة العرضية اللاعب تصدم وتعود لأودا مرشال حارس مرمى فريق جدا الكرة الصدمة تغير تجاهها ولكن أودا مرشال حصل على الكرة بكل سهولة تمنى الحقيقة أن نشاهد شوط ثاني في رتم أعلى مما شاهدنا في شوط المباراة الأول شوف النقطة الماضية الكرة اللي صدمت في حالة صدوة عادت لأودا مرشال الكرة لدفاعات فريق جدة الكرة أمامية ملعوبة وصلت ل صالح فريق جدة سيطرة من جلسي كرة لصالح فريق جدة أمامية تعود يوسط الملعب سيطرة على الكرة ممتازة بكاكي أو هذا اللعب سالك أحمد يلعبها للجهة اليوم لصالح فريق الوشم الآن سعيد خلف كرة تعود تعالى عبد الله تعالى عبد الله يلا بكاكي اندرى فهد اندرى فهد اندرى فهد نضال هذا بكاكي تحرك ممتاز كرة لحارس المرمى أحمد فهمي في ضغط كبير على حامل الكرة باللعب فريق جدة يمنعون مفاتيح اللعب من بناء الهجمة بالنسبة لفريق الوشم بالتالي يريدون السيطرة على منطقة المناورة الاحتفاظ بالكرة بالتالي الاستحواذ ونسبة الاستحواذ العالية التي قد لا تخرجك منتصرا الا متسجل وتهز الشباك الكرة فيها خطأ لصالح فريق جدة أحمد كرانشي سلامات انشاء الله يقوم بالسلامة احد اللاعبين المميزين في وسط ملعب فريق جدة الكرة من أحمد المولد لزوي كرة كرة وصلت لأحمد المولد عالية داخل المنطقة الكرة لصالح فريق جدة محاولة جلسي يتدخل حكم قريب ما فيها شيء وصلت لإسماعيل عمر كرة مقطوعة تعود لزوي زوي سيطر على الكرة يحاول لك كرة مقطوعة لصالح فريق الوشم خطورة كبيرة ولكن التمريرة بعيدة وصلت الكرة لحارس المرمى أو دا مارشع يحاول لعبي فريق جدة الضغط على لعبي فريق الوشم والاستحفاظ على الكرة ولكن أيضا هناك مناوشات كبيرة من خط منتصف لعبي فريق الوشم ومحاولة أيضا لفرض السيطرة على وسط الملعب حتى الآن شوت المبارات الأول آخر دقيقة في هذا الشوت تعادل السلبي بدون هداف تمنى أن نشاهد لتهم أعلى الحقيقة في شوط المبارات الثاني من الفريقين نشاهد أهداف متعة كرة القدم في الأهداف التي لم نشاهدها في الشوط الأول والتعادل السلبي يعني يقلل كثير من متعة المبارات حتى لو فيها فرص المبارات كرة مرت وتخرج إلى خارجة ملعب ضربة ركنية لصالح فريق الوشم أهم الفرص تألق فيها حراس البرمى أودا برشال وحمد فهمي ولكن الآن في اللقطة وفي الضربة الركنية وفي آخر المحاولات في شوط المبارات الأول لصالح فريق الوشم هل يضعون وشما وعلامة بهدف يتقدمون به في هذا الشوط الآن الركنية الآن والتقدم اللعب في فريق الوشم وترقب والعرضية عالية اللعبة داخل المنطقة كرة تخرج بعيدة نضال السعيد يحاول الوصول للكرة مرت اطات اطات اندفعت فريق الوشم وهنا حكم المباراة الحكم خالد طريسي يطلق صافرته معلني عن نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بهدف بدون أهداف طبعا وننتقل بالصوت والصورة الآن للزميل عبد الباري الحساني ليأخذ اللقاءات في أرضية الملعب ونعود لكم إن شاء الله في شوط المباراة الثاني تقبل التحية من المكافة الزبلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لمعلقنا المميز الذي كان معلقا وواصفا على الشوط الأول الذي انتهى بتعادل سلبي لكل الفريقين بين جدة والوشم إذن مشاهدين هكذا انتهى الشوط الأول من هذه المباراة يا ترى ماذا يدور في أذهان كلا المدربين ما بين مدرب فريق نادي جدة الكابتن حسن خليفة ومدرب نادي الوشم شاهدنا في الشوط الأول العديد والكثير من الفرص المهدرة لنادي جدة كان مستحوذا على المباراة أهدر فرص بالجملة أمام الوشم للحديث أكثر عن الجوانب الفنية لهذه المباراة وتحديداً للشوط الأول نتحدث مع الكابتن عبد الرحمن الأهدل كابتن عبد الرحمن كابتن عبد الرحمن الأهدل أهلاً وسهلاً بك ضيفاً على قنوات كي سي اس بورت نتحدث عن الشوط الأول لنادي جدة والوشم والعديد من الفرص المهدرة التي كانت لنادي جدة يعني فرص ما نضيع لو أن يعني بس وش نقول لكن أيضاً لنادي الوشم هناك الكثير من الفرص المهدرة يعني أوقف هذه الفرص تميز حارس نادي جدة عودة مرشال أوشي بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً صراحة يعني المباراة كانت حافلة بالهجمات في في كل الفريقين ما استغلواها المهاجمين وصراحة يعني أعتقد أنه كان مفروض يكون فيه أكثر من هدف الشوط الأول لكن رعونة المهاجمين هي سبب عدم تزليل الأهداف صراحة يعني كنت متابع المباراة معك وشفت فيه أكثر من لقطة أنت كنت يعني لأول مرة كنت منفعل مع هذه اللقطات وش السبب؟ بحكم أنك أنت كنت لاعب وتعرف وش اللي يدور في ذهن اللاعب خصوصاً أنه اسماعيل أحمد أكثر من لاعب أضاعه كثير من الفرص اللي ما تضيع فعلاً طبعاً المتابع غير اللاعب وسط الملعب اللاعب وسط الملعب يعني حيفكر فيه أقل من ثانية يعني فطبيعي أنه الواحد يعني بيكون له ردة فعل لأنه صراحة كانت هجمات سهلة للفريقين وما استغلوها المفروض كان الشوط الأول يخرج يمكن بتقريباً أربع هداف يعني بدون مبالغة أربع هداف للفريقين يعني ما أقول لجدة أو الوشن لكن صراحة مباراة كانت الشوط الأول كان ممتع يعني فيه هجمات فيه لمحات فنية فيه حضور من اللاعبين فيه يعني اللاعبين كانوا صراحة على مستوى عالي في الفريقين صراحة جميل لو تحدثنا عن التشكيلة اللي أتى بها المرب حسن خليفة شهدنا في أكثر من مباراة وجود لاعبين كانوا في دكة الاحتياط وبدأ يعتمد عليهم من أكثر من مباراة تعتقد أنه سبب ضياع هذه الفرص هو يعني وجود لاعبين بتشكيلة مختلفة عن السابق التي كان يلعب بها الكابتن حسن خليفة وأيضا غياب الرينقي اللي ذهب إلى أهل جدة طبعا نحن ما نقول أنه مثلا غياب يعني إذا غياب لاعب يأثر على فريق فريق هذا ما يستحق أنه يكون يصاري على الصعود فيعني يمكن ربما يعني الإصابات ربما انخفاض مستوى يعني كله مدرب أكيد يعني يعني دائما القائمة تكون يعني 29 لعب و30 لعب فالجميع يكون جاهز أنه يلعب في أي لحظة يعني فمو الموضوع أنه غياب لاعب حضور لاعب بس بس كبتان عبد الرحمن لما تتكلم عن لاعب بحجم من رنقي لاعب هداف في دولة الأمير محمد بن سلمان مبين كثير من الأندية وسجل أرقام مميزة مع نادي جدة يعتبر لاعب حاسم ومؤثر وغياب ومؤثر أنا أكيد الرنقي لاعب كويس وما نحن مختلفين في هذا الموضوع لكن أنا أتكلم الفريق لازم يكون جاهز البديل لازم يكون في مستوى اللعب الأساسي أو قريب منه فكلامي أنه لازم الفريق يكون حاضر بجميع المجموعة يكملوا يعني يكملوا أي واحد بدأ أي شيء بيكملوا فالموضوع أنه الفريق اللي يبغي ينافس لازم لازم أنه يكون الجميع يكون مستوى واحد وقريب يعني لو تحدثنا عن الوشم وقدومه من شقرة إلى جدة هو في المركز الثامن ب22 نقطة أو أنه نزل إلى التاسع ونتحدث عن وجود نادي جدة في المركز الثالث تعتقد أن المباراة اليوم بتنتهي بعدد كبير من الأهداف ولا بيكون في تحفظ من كل الفريقين مثل مشاهدنا في الشوطة الأول لا والله توقع أنه الشوطة الثانية سيكون حافل بالأهداف يعني أكثر من هدف طبعا والله الفريق يعني الوشم صراحة فريق يعني كويس صراح ما يعني يمتلك لعبين مميزين لعب كورو جميلة جدا جاروا فريق جدا رغم يعني أنه جدا في ترتيب متقدم لكن دائما نقول أنه دوري درجة الأولى ما يعترف بالترتيب ربما فريق الأخير يفوز على الفريق الأول يعني غريب جدا دوري درجة أولى غريب جدا وش اللي اختلف في دوري من محمد بن سلمان لأندي الدرجة الأولى هذا الموسم عن الموسم السابقة والله طبعا ممكن نقول النقل التلفزيوني سار برايت أكثر يعني نشكر القناة السعودية ومحترفين يعني سار يعني موجود أكثر من سبعة محترفين ومواليد فارتفع الأداء يعني رغم أنه الدوري يعني جدا يعني يعني ممتاز صراحي في السنوات الأخيرة يعني دائما لا يحسم إلا في آخر جولة فنحنا لو شفنا سلمة ترتيب ممكن تتفوز يعني تتعدى ثلاثة أربعة خمسة في ترتيب فالنقاط قريبة جدا من بعض صراحة شكرا لك كابتن عبد الرحمن ولوجودك معلقا وواصفا على الشوطة الأول من الجونب الفنية التي شاهدناها لكل الفريقين الجملة التكتيكية نتحدث أكثر ولكن هالمرة من طرف نادي الوشم القادم من شقرة هنا إلى جدة أهلا وسهلا بك كابتن سامح نتحدث عن المباراة كابتن سامح هو مساعد مدرب نادي الوشم نتحدث عن المباراة وتحديدا الشوطة الأول ماذا يدور في ذهن المدرب المصري الذي يدرب نادي الوشم خلفا للتونسي السابق خصوصا أنه ثلاث مباريات وهذه الرابعة كيف وجوده مع الفريق انسجامه مع اللاعبين والله بسم الله مرحيم يعني الحمد لله الشوطة الأوليني يعتبر جيد جدا للفريتين فيه فرص مهدرة هنا وهنا بس إن شاء الله يعني نعدل الشوطة التانية احنا بنلعب يعني احنا درسنا فريت جدا فراكوة بطريقة كويسة جدا فالحمد لله احنا بنقفل وبنلعب على المرتدات فوصلنا كتير بس ما فيش توفيق للدباجاتين محمد عندنا المحترف فإن شاء الله الأمور تتعدل الشوطة التانية ممكن بنزول بعد عشر داقت كده ممكن توركو السوفياني يخش أو أو ناصر المكحم نمسك كرة شوية لأنه عامل الهوى برضو مؤثر على أداء الفريق من ناحية التكتكية شوية فإن شاء الله بإذن الله تتعدل أمور الشوط التانية وبالنسبة لكابتن محمود احنا لسه كابتن محمود بقاله ثلاث مباراة فاللعبة بدأت الحمد لله رب العالمين الفترة اللي فاتت دي بدأت تستوعب الخطط التكتكية بتاعته والحمد لله يعني بدأنا في النهاردة هي بدأت اللعبة الحمد لله رب العالمين تبدأ تنفذ الخطط التكتكية بتاعتك كابتن محمود تقول إنك درست فريق جدة يعني إيش النواحي اللي درستوها في فريق جدة وبالتالي إنتوا اليوم أخلتوهم يعني يخرجوا من الشوط الأول بدون أي هدف بالرغم من الكثير من الفرص المهدرة اللي شاهدناها يعني فرص كانت شبه محققة وأخرى كانت محققة لكن يعني ما ندري وش اللي صار وما تمتسجيل الأهداف فوش اللي درستوه بالضبط إفريق جدة بتمتاز بكونتر أتاك بتدعب كونتر أتاك بتاحها سريع جدا فبتخلي فيه خلق مساعد ما بين الزهير بالراشد والزهير اليسار بيبقى فيه مساعد في ظهر الزهرين فإحنا بدأنا إحنا تفرجنا عن المبارات المجزل فبدأنا حطينا الخطة الخطة اللي أزبع ده نلعبوا عليها فبنلعب دلوقتي الحمد لله رب لهم الشيط الأوليني بدأت تتنفذ بنلعب عن طريق سعيد عن طريق تورك السوفياني عن طريق بكاك الوسط اليسار بتاعنا المحترف فدوت إحنا بنخلق مساحة خلف الزهرين بتاعنا نادي جد بنلعب كمان على الاتنين السناتر عن دون بوط إشوائي بنلعب على كونتر أتاك ومساحات البينية بين السنترين نادي الوشم بـ 22 نقطة وجدة بـ 27 نقطة تعتقد أنه نادي الوشم سيذهب بعيدا في دوري الأمير محمد بن سلمان لأنه الدرجة الأولى ولا سيحافظ على هذا الترتيب في المركز السابع الثامن ولا تتوقع أنه ممكن ينافس على الأصعود سأقول لحضرات الحاجة أن الدوري الأمير محمد بن سلمان دوري طويل 38 مباراة فالدوري مش هتحسم إلا بآخر مباراة أو آخر جولة وبصفارة الحكم فكل الفرق عندها 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 التموح اللي هي تنافس بتلعب على المنافسة هيجي آخر ست جولات أو أربع جولات فيه فرق طبعا هتعدي النقطة بتاعاتها هتعدي وفيه فرق خلاص هتلعب هتبقى في وسط الجدول فأنا بقول لك من دلوقتي لسه بدري لسه بدري جدا وكل فرق عندها عندها تموح اللي هي تلعب على السعود للدور الممتاز لو تحدثنا عن اللعبين تركي سفياني وناصر عدم وجودهم في المباراة وش السبب هم في دكة الاحتياط ناصر مكحم بديل وتركي سفياني رقم عشر اللي بيلعب صنع العب بتاع الفريق فالحمد لله ماشي كويس هي بس عندنا بس المهاجم لسه كان محمد كانش بيلعب لسه أول مباراة ده يبدأها فالحمد لله ماشي كويس فبيبقى تتوقع نهاية المباراة بتكون كم ما بين الفريقين ولا بتنتهيب تعادل سلبي لكل الفريقين وكل واحد ما أخذ ولا شيء وخلاص لا أنا بتوقع واحد سفر نادي الواش مشوتي التاني عن طريق عن طريق تركي السوفياني يا محمد دماجاتي المهاجم بتاعنا طيب شكرا لوجودك معنا في هذه اللحظات وأيضا نتحدث عن المباراة التي شاهدناها بين نادي جدة والوشم شوط أول كان متحفظ في الوشم بدرجة كبيرة بتكتل دفاعي وأيضا نادي جدة الذي أهدر الكثير من الفرص الضائعة أمام مرمى نادي الوشم مباراة تحمل في الشوط الثاني العديد من المجريات التي ربما يكون فيها نادي الوشم بخطته وبما سمعناه يعني ينطلق بهدف مقابل أو حتى نادي جدة ممكن يحسن للمباراة صحيح أنه في غيابات في نادي جدة صحيح أنه في وجود لعبين جدد في أرضية الملعب لم يشاركوا منذ أكثر من جولة إلا أنه يعني نادي جدة بإهدار الكثير من الفرص في بعض المبارايات التي شاهدناها في الجولات الماضية كان في آخر اللحظات وحتى الأنفاس الأخيرة كان يسجل ويتقدم وينهي المباراة بالثلاث نقاط إذن مشاهدين نلتقيكم في بداية الشوطة الثاني بهذه التغطية وفي وجود معلقنا المميز زيحيا الشهري إذن مشاهدين نلتقيكم من جديد في بداية الشوطة الثاني لهذه المباراة سوف يصدر هيكلة العديد من قطاعات في الفترة القادمة ومن أهمها قطاع الرياضة بشكل قوي جدا وسوف تخص برامج واضحة وقوية جدا لاستهداف لدعم الأنشطة الرياضية سواء الرياضة بشكل احترافي أو كرة القدم بحكم أنها أهم رياضة للسعوديين أو الرياضات الأخرى خاصة لتحمل هواة السعوديين في ممارستها في يومهم الطبيعي هذه بشكل نصب عينينا بشكل قوي جدا وسوف يتم العاعد من إجراءات فترة ترجمة نانسي قنقر أيضا الإصلاح في عدة قطاعات أخرى مثل الجانب الثقافي أو الترفي أو الجانب الرياضي أعتقد أنها واضحة بشكل كبير جدا لا من حيث التصنيف السعودية في عديد من المراكز ولا من حيث المشاطات داخل المملكة العربية السعودية هناك قفزات فلكية في الثلاث سنوات الماضية وهذا الشيء بلا شك سوف يستمر موسيقى ترجمة نانسي قنقر بعمت بشكل غير مسبوق من رجل غير مسبوق فإذا فشلت فالفشل فيني وإذا نجحت فالفضل لله سبحانه وتعالى ثم لعظة الرجل واللعنة للنار ماشي يعني النشاط المشاعي ايش يعني الراديو اكتيفتي ايش استفت منه في حياتك اليوم ايش العلاقة بين التدخين والسرطان الارقام هادي عربية والانجليزية ايش هو المقرام عارفيني ايش يعني العلامة هادي ايش وجه الشبه بين جهاز الظار الحريق الخروج والقوة النووية يا بايد يا جماعة تفاق خربان في المعمل لا نور على شاشة اس بي سي في الاوقات التالية بالله الرحمن الرحيم نعود لكم من جديد اعزائي المشاهدين في شوط المباراة الثاني في دوري الامير محمد بن سلمان لانديات الدرجة الاولى الجولة السابع عشرة في ختام مباريات هذه الجولة جدة يا صديف الوشم هنا في ملعب رديف الجوهرة في مدينة جدة الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون اهداف في شوط كان رتمة بطيء شوي وكان في فرص ولكن لم ترتقي المباراة للمستوى الذي كنا نأمل له كمتابعين كمتذوقين لكرة القدم نتمنى ان نشاهد شوط ثاني افضل ونتمنى ان نشاهد كرة قدم اروع بالتالي النتيجة السلبية التعادل السلبي اختفاء اللاعبين المميزين في ارضية الملعب والفرص المتاحة اللي تألق فيها حراس المربع عدم وجود الاهداف دائما ما يوحي لك طبعا بان المباراة كانت دفاعية ولكن اليوم كان في مباراة في شوطها الاول مفتوحة نوعا ما ولكن لم نشاهد تلك الكرات التي نتعمل ان نشاهد منها اهداف الشوط الثاني ان شاء الله نشاهد كرة قدم اجمل من الفريقين جدة في المركز الرابع والوشم في المركز الحادي عشر فرصة مع انطلاق شوط المباراة الثاني الان حكم المباراة خالد الطريسي حكم الساحة الحكم الدولي المعروف الذي نبارك له هو لزملاء الحكام السعوديين العودة مجددا للدوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بدعم من معالي المستشار رئيس الهيئة الرياضية لكرة القدم او هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية معالي المستشار تركياني الشيخ بالتالي عودة اولئي الحكام الان للدوري المحترفين يحتاج الى دعم كبير ويحتاجون الحقيقة الى النقف معهم جميعا من اجل ان يعودون وهذا حكم الحقوقهم ان يحكمون هنا في هذه الدوري بالتالي عند الحكم اليوم الحكم خالد الطريسي بالمناسبة يعني هو ادار مباراة الكويت وكاظمة في الدوري الكويتي اصبح الحكام السعوديون ايضا يخرجون ويحكمون فيه الدوريات الخليجية والدوريات ايضا العربية بالتالي اليوم خالد الطريسي واحد حكام النخبة في قارة اسيا والحكم مميز ويشارك فيه مباراة اليوم مثل ومثل زملاء الحكام الطموحين سيجدون الفرصة الان والعودة من جديد لدور المحترفين ندعمهم وان شاء الله يقدمون مستوى كبير الكرة لصالح فريق جدا تعود الى خارج ضيئة من عبر 100 تمس ولكن الكرة بتخرج شوف لقطة مرور خطأ على نضال السعيد نايف السيد كان في الكرة ونضال في حديث ما حكم خالد الطريسي والبطاقة الصفراء نضال السعيد نضال لعب الدولي التونسي السابق والذي لعب ايضا في النجم الساحلي هناك في تونس يلعب في محور الانتكاز مع فريق الوشم في مباراة اليوم الكرة لصالح فريق جدا الكرنشي احمد على تنفيذ القطأ يلعب الكرة وصلت لنايف السيد نايف لأحمد كرنشي الكرة تعود لزوي المدافع لأحمد المولد امامية وعالية من احمد مع تواجد جلسي والكرة فيها راية من حكم المباراة المساعد يبدو لحالة تسلل على لاعب فريق جدا جلسي والكرة تعود لصالح فريق الوشم ضربة حرة من الجهة اليسرى طبعا كان في تغيير الطراري بالنسبة لفريق الوشم في شوط المباراة الأول خروج الحارس إبراهيم زايد مصابا وشارك بديل له أحمد فهمي الذي تألق في حراسة مرمى فريق الوشم في شوط المباراة الأول كثيرا من الكرات الخطرة اللي كانت على مرمى فريقة وساهمة بخروج فريق الوشم خروجه متعادلا في شوط المباراة الأول بدون أحداث سلامات للاعب فريق الوشم اللي كان في اشتراك مع أحمد كرنشي إن شاء الله يقوم بالسلامة عبدالله البلوي لعب رقم 29 روح لياضية كبيرة الكرة إلى خارج جضية ملعب ضربة مرمى لصالح فريق جدة شوط المدربين الشوط الثاني عندنا اليوم المدرب السعودي حسن خليفة يقود الدفة التدريبية وإدارة فنية جديدة بالنسبة لحسن خليفة محطة جديدة مع فريق جدة المدرب التاريخي بالنسبة لفريق الاتحاد وحارس كبير كان يذود على مرمى الاتحاد اليوم هو في محطة مهمة جدة مع فريق جدة ويتواجد في المركز الرابع وفوزه في مباراة اليوم يؤهل للوصول للمركز الثاني حتى الآن في هذه الجولة الجولة السابعة عشرة بينما فريق الوشم مع المدرب المصري محمود جابر المدرب الذي كان مساعدا لبوكير في الوحدة في عام 2006 في 2008 أيضا مساعدا لبوكير مع الأهل السعودي ودرب العديد من الأندية أوحد أيضا هنا في المملكة العربية السعودية تواجد أيضا هناك في تونس في عفوا في ليبيا مع أهل طرابلس مع الهلال الليبي تواجد في قطر مع أم صلال مدربين من المدربين الجيدين يعني اليوم في مدربين مميزين بالنسبة للفريقين ولكن حتى الآن النتيجة السلبية التي لا تزال في أرضية الملعب اللعب الفريقين قد تؤثر على مراكز كل من الفريقين شوف 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 التقدم إسماعيل تمريره ممتازة للجاهة اليوم الآن الجلسي يتقدم بالكرة السرعة موجودة المحاولة من الجاه اليوم نراشد الرهيب يتقدم أيضا معه جلسي مر بالكرة عده مر لكن الكرة مقطوعة وتصل لدفاعات فريق الوشي مرور مرور عكب برا يقول ما يوشي ديابيتي يسدد الكرة تصدب نايف السيد خطير الكرة الكرنشي تعود لنايف نايف تمريره الجاه اليسرى إلى خارج ضيطة من عم يترك المدافع ضربة مرمى لصالح فريق الوشي غياب قاسم المساوى بالنسبة لفريق جدة في مباراة اليوم بسبب الإصابة بالتالي أحد الأوراق المهمة التي كان يستعين بها حسن خليفة في شط المباراة الثاني لا تشارك في مباراة اليوم ولكن عندها رضا الويشي المهاجم وعندها جيوفاني لعب الكنغولي في دكة البودلاء بالنسبة لفريق جدة هذه الخيارات الهجومية التي قد يستعين فيها حسن خليفة في شط المباراة الثاني بينما فريق الوشم هذا اللقطة على أحد الجماهير اللي تتابع للمباراة فريق الوشم في دكة البودلاء يتواجد وهنا رئيس النادي أحمد البعدالي الذي نقل جدا نقلة نوعية السنة الماضية كان في المراكب في المركز الأخير في هذا الموسم وينافس على الصدارة الفارق النقاطي بينه وبينه فريق أبه سيكون أربعة نقاط إذا ما فاز فريق جدة في هذه المباراة كرة ملعوبة لصالح فريق جدة أمامية رأسية نضال السعيد وصلت الكرة لصالح فريق جدة أوثمان ديابيتي تدخل ممتاز وتقدم وتمرير لجلسي جلسي يمر بالكرة يمر لراشد الرهيب من الجهة اليمنى ممكن كرة عرضية لصالح فريق جدة راشد يحاول يمر بالكرة عبا لجلسي جلسي يتقدم يحاول تزديد فيها تدخل الحكم قريب ما فيها شيء تعود مرة أخرى لصالح فريق الوشم أمامية محمود يتقدم بالكرة يحاول يمر معه زوي الكرة تتخلص من أحمد المولد معه وجود خطأ لصالح فريق جدة تلعب الكرة راشد الرهيب كرة أمامية في لعبك على رضية ملعب راشد الرهيب يعيد الكرة لمنتصف ملعبك لعبي فريق الوشم يطالبون لعبي فريق جدة بيخراج الكرة من رضية ملعب راشد الرهيب يكمل اللعب للجهة اليمنى لصالح فريق جدة المحاولة لعب الكرة العرضية خارج المنطقة من علقوس محاولة وتسديدة من عثمان الكرة وصلت لحارس مرمى فريق الوشم أحمد فامي خرج الكرة إلى خارج رضية ملعب اللي اطمئنا على سلامة اللعب اللي واقع على رضية ملعب سلامات شاء الله يقوم بالسلامة شوف اللقطة شوف التدخل وشوف الكرة أيضا اللي كانت مع المولد في اللقطة الماضية والحاكم احتسب فيها خطأ لصالح فريق جدة سلامات يبدو للاعب اللي واقع على رضية ملعب اللي هو بكاكي أحد اللاعبين اللي تألقوا في شوط المباراة الأول المحترف الكونغولي الذي سبق وانا احترف في الدوري التركي اللي شاهدناه الحقيقة لاعب المميز يبرز من أول وهلة تشاهده يشارك مع فريقه بكاكي كان في شوط المباراة الأول مميز في خط متصف فريق الوشم ويعاني من إصابة الآن إن شاء الله يعود ليشارك مع زملاء اللاعبين كذلك تركي السوفياني يعني شاهدناه يتألق لعب سجل في المباراة الماضية مباراة الوشم والجبلين هدفين كانت لتركي السوفياني في تلك المباراة بالتالي كل اللاعبين المهمين يشاركون في تشكيلة فريق الوشم في مباراة اليوم لكن حتى الآن النتيجة السلبية في شوط المباراة الثانية خصائي العلاج بينا على سلامة كاكي اولسو نقوم بالسلامة نشارك مع زملاء اللاعبين طبعا المباراة القادمة بالنسبة لفريق جدة في الجولة القادمة الجولة القادمة بالنسبة لفريق جدة سيلاقي العروبة والوشم سيلاقي النهضة لذلك في هذه الجولة حتى الآن لازالت الفرصة مؤاتية لكل من الفريقين لتغيير المركز جدة يستطيع الوصول للمركز الثاني ثلاثة نقاط مهمة ستكون نقطة انطلاق جدة تعادل كثيرا في هذا الدور في الدور الأول تسعة تعادلات لم يخسر نعم خسارة وحيدة ولكن في تلك التعادلات خسر فريق جدة 18 نقطة بينما فريق الوشم خسر في أول جولتين ثم عاد ليفوز في جولة ثم يتعادل ويفوز بالتالي لم ينطلق انطلاقة تجعله يكون في مركز أفضل الوشم في مركز الحادي عشرة فوزة في مباراة اليوم ينقل للمركز السادس نتحدث عن خمسة مراكز يتخطاها فريق الوشم إذا ما فاز في مباراة اليوم بالتالي هي مباراة مهمة جدا لكل من الفريقين كرة ملعوبة نايف السيد عاوني مربو الكرة لعبها لأثمان كرة تعود للخلف أحمد المولد لكرانشي كرانشي برور ممتاز ذقة كبيرة تمرير العطاس تعود لكرانشي للعطاس مرة أخرى كرات بينية لصالح فريق جدة في متصف الملعب تدخل والكرة تخرج إلى خارج ضيئة ملعب رمية تماث عثماني حاول كرة مقطوعة وصلت لصالح فريق الوشم للجاة اليسرى تمريرها بكاكي سريع حاولي مربو الجاة اليسرى راشد الرهيب مع استخدام أيضا البنية الجسمانية بالنسبة للبكاكي لكن راشد خطفها تعود مرة أخرى لصالح فريق جدة تمرير مقطوعة لصالح فريق الوشم خطيرة عرضية اللعب تعود مرة أخرى لبكاكي ومعه راشد عرضية عالية الكرة وصلت لأوتا مرشاد خطفها الحارس تدخل في الوقت المناسب وخلص الكرة لصالح فريق جدة أوتا يلعبها للعطاس لعب البواليد أمامي من حسن وصلت لبلوي لصالح فريق الوشم عبد الله يلعبها لسعيد خلق كرة مقطوعات وصلت لصالح فريق جدة الآن التمرير من العطاس تتخلص صعود لصالح فريق الوشم سالك كرة للبرتغالي فاسكو أمامية وعالية من فاسكو وصلت للجهة اليسرى هناك لفهد أحزام يعيدها للخلف عبد الله الدوسري نضال لعبد الله الدوسري لصالح فريق الوشم مشروع لبناء هجمة الآن للفريق القادم من شقرة من هناك هل يسجل في شوط المباراة الثاني فريق الوشم الكرة فيها تقدم الجهة اليوم نوى تمرير داخل المنطقة تدخل ممتاز من المدافع تعود مرة أخرى لصالح فريق الوشم فيه إصرار وفيه تقدم الآن وكرة عرضية ملعوبة داخل المنطقة ممكن لكن الكرة وصلت لأوتا مارشال لعبها لراشد الرهيب راشد جيلسي لراشد أثمان لجيلسي مرة أخرى تدخل من فهد أحزام ونضال سعيد تعود لصالح فريق الوشم نضال مع الكرة لعبها لسالك أحمد تعود لنضال مرة أخرى خلفية لفاسكو فاسكو كرة لفهد أحزام الكرة وصلت لسالك أحمد لعب اللي كان يتواجد في خط المتصف فريق أحد في الموسم الماضي في الدورة دورة درجة الأولى سالك أحمد أحد اللعبين المميزين في وسط أضيط ملعب كرة ملعوبة أمامية تمر لحارس المرمى أودا مارشال كرانشي عباء عثمان ديابيتي تمرير خاطئة من عثمان سعيد خلف يتدخل لكن كرة أيضا مقطوعة من سعيد الشوط الثاني التركيز يكاد يكون معدوم اللعبي الفريقين الكثير من الأخطاء في التمرير وأيضا كرات المقطوعة بالتالي توجيهات المدرب مطلوبة الشوط المدربين من الصعب أن يدخل اللعبي الفريقين بهذا التركيز كرة ملعوبة لصالح فريق الوشم تعود عبدالله الدوسري كرة لفاسكو فاسكو لجهة اليمنى لسعيد خلف يلعبها في وسط ملعب برور ممتاز من تركيز سفياني وتمرير ولمسة يد على الزوي وخالد الطريس يحتسب بالخطأ لصالح فريق الوشم تركيز سفياني برور ممتاز برور ممتاز لد على آحة زوي المدافع القادم من ساحل العاج الكرة فيها تسديد من نضال الكرة تصدم في حيث الصدوة تعود لصالح فريق جدة نايف السيد كرة خاطئة وصلت للبلوي التي تركها تخرج إلى خارج ضيطة ملعب عبدالله رمية تماث لصالح فريق الوشم السعيد خلفي لعبها رمية تماث داخل المنطقة حاول لصالح فريق جدة تعود إسماعيل عمر أمامية وعالية راسي من فاسكو لصالح فريق الوشم أمامية الكرة يحاول يهرب فيها محمود لكن حالة تسلل على محمود التيابيتي كرة لصالح فريق جدة إسماعيل لزوي دوران وتمرير لإسماعيل مرة أخرى إسماعيل يحاول مرب الكرة يلعبها للجهة اليمنى لصالح فريق جدة مامية وعالية أمارو كاينة وتقدم داخل المنطقة ولكن حالة تسلل على أمارو كاينة لصالح فريق الوشم تعود هل يكون الحل في دكة البدلاء في التغيير بالنسبة لمدربي الفريقين في هذه المباراة الشوط الثاني حتى الآن النتيجة سلبية في فرصة مؤاتية جدا للفريقين في ثلاثة نقاط قد تغير الكثير من الأهداف تحدث عن فريق تواجد في مركز الحادي عشرة فوزة ينقل للمركز السادس بالتالي يقترب من الفرق المقدمة أربعة فرق قد تصعد لدوري المحترفين بالتالي الأهداف كلها تتغير كرة فيها مرور وتقدم داخل مطقة وتسديد الكرة بعيدة إلى خارج ضيئة الملعب ضربة مرمى لصالح فريق جدة وين يا تركي بعيدة الكرة تسديدة كانت من تركي السوفياني شوف التمرير من سعيد خلف لتركي تركي سددها بعيدة إلى خارج ضيئة الملعب ضربة مرمى لصالح فريق جدة أحد فهذا رضا الويشي هذا الهداف البصري رأس الحربة اليوم حسن خليفة يلعب بدون مهاجم في مباراة اليوم بعد ذهاب الرينقي الهداف أثمان الحاج الذي انتقل للنادي الأهلي بالتالي اليوم حسن خليفة يلعب بتجربة جديدة هو يلعب يعني أمارو كاينة في خط المقدمة ويساعد أيضا نايف السيد وأحمد كرنشي وأثمان ديابيتي في بعض الهجمات تشاهده يشارك أيضا لكن عدم تواجد رأس الحربة الصريح أثر على هجوم فرق جدة في مباراة اليوم التقادي الشخصي يعني لو وجود رضا لويشي سيحل الكثير من المشاكل في خط المقدمة بالنسبة لفرق جدة لأن تحرك اللاعب المهاجم داخل مطقة الجزاء وتمركزه يتيح الفرصة للعبي خط المنتصف أثناء التمرير وجود ثغارات قد يستغلها المهاجم في تواجد داخل مطقة الجزاء ولكن هي فرصة لجابر لمحمود جابر حتى الآن في هذا الشوط الكرة ملعوبة لصالح فرق جدة راشد الرهيب تمريره خاطئ تعود أمارو كاينة خطفها اتقدم الجهة اليومنا خطورة لصالح فرق جدة وعرضية تمر لدفاعات فريق الواشف تعود مرة أخرى كرانشي يحاول كرة تصل للاعبي فريق الواشف خطفها ممكن ثلاثة على اثنين مرتدة خطيرة كرة تقول ولكن التدخل ممتاز كان من إسماعيل وخطأ لصالح فريق جدة سلامات إسماعيل إن شاء الله يقوم بالسلامة إسماعيل عمر تدخل في الوقت المناسب الكرة طالت على بكاكي وإسماعيل تدخل في الوقت المناسب وخطأ في الكرة بالتالي الكرة تخرج إلى خارج ضيئة ملعب مع وجود خطأ لصالح فريق جدة سلامات إسماعيل من المباراة النادرة التي شاهد فيها إسماعيل عمر وأحمد كرنشي وكذلك نايف السيد في خط المنتصر في مباراة اليوم حسن خليفة يشركهم كلهم في وسط الملعب ولكن حتى الآن النتيجة لا زالت سلبية وكل من المدربين الفريقين يفكر فيه خياراته الآن بالنسبة لدكة البودلاء كرة لصالح فريق جدة تمريره ومارو كاينة يحاول بالكرة الكرة وسط لمدافعي فريق الوشم تتخلص تعود في وسط الملعب خلفية من إسماعيل زوي لأحمد المولد أحمد أمامية خلص تعود إسماعيل عمر مهارة عالي إسماعيل وتمرير لأثمان تيابيتي كرة لي ومارو كاينة لإسماعيل كرة لي راشد الرهيب خطورة الآن صالح فريق جدة لكن الكرة تتخلص ارتداد هجومي بالنسبة لفريق الوشم واعتمد على الكرة الطويلة للمهاجم محمود ولكن كرة توصلت لدفاعات فريق جدة تعود مرة أخرى كرنشي لحسن العطاس كرة العطاس لنايف السيد حاول يمر بالكرة نايف من الجهة اليسرى في تدخل وهو يمر نايف يلعب الكرة لأمارو كاينة داخل مطقة جزاء الكرة تمر وتخرج إلى خارج ضيئة الملعب ضربة ركنية لصالح فريق جدة كرنشي على التنفيذ أحمد هذا اللاعب المدافع فاسكو مدافع برتقالي عبدالي لعبي فريق الوشم وتقدم لمهاجمي فريق جدة من أجل استغلال ضربة ركنية كرة اللعب داخل مطقة خطيرة راسية الكرة تمر وتخرج إلى خارج ضيئة الملعب ضربة مرمى وحكم المساعد يشير إلى ضربة ركنية لصالح فريق جدة ضغط على مرمى فريق الوشم الآن وأحمد فهمي وقع أرضية ملعب سلامات حارس مرمى فريق الوشم إن شاء الله يقوم بالسلامة توقفات كثيرة الحقيقة في المباراة أثرت على نتم المباراة كثيرا اليوم في حضور جماهيري جيد نشاهد في ناس جاية تابع المباراة اليوم في ناس جاية تساند فريق جدة في هذه المباراة بالتالي لأنهم يعلمون الجمهور بأن فرصة فريق جدة اليوم مؤاتية للاقتراب من المتصدر فريق أبها ولكن المباراة لم ترتقي لهذا الحضور الجماهيري الجيد حتى الآن رتم بطيء جدا وتوقف كثيرا الكرة أخطاء في منتصف الملعب والمدربين لم يجدوا تلك الحلول التي من خلالها يستطيعون الخروج بنقاط المباراة الكرة فيها ضربت مرمى لصالح فريق الوشم والرأسية الماضية كانت من أثمان ديابيتي ضربت مرمى محمد فامي العباء لفاسكو فاسكو أمامية كرة وعالية لصالح فريق جدة راسي لعب من العطاس وصلت لإسماعيل إسماعيل يحاول من الملبر الكرة كرة تتخلص تصل لأحمد المولد أمامية من أحمد راسية خلفية من الكرنشي ممتازة الكرة تعود من روحة لأوثمان لأوثمان بينيات ممتازة وثنائيات حلوة لكن التمريرة من الكرنشي مقطوعة نضال كرة أمامية نضال وصلت لدفاعات فريق جدة هنا فيها لمست يد هو لعب زوي عرف أن الكرة بتفوت فاستخدم يعني لمس اليد من أجل إبطال الهجمة بالنسبة لفريق الوشم عسن خليفة قد يستعين بجيوفاني الذي يستعد للدخول أرضية ملعب شوف اللقطة الماضية ولمسة اليد اللي كانت على الزوي المدافع حسن خليفة يستدعي أمارو كاينة وهنا جيوفاني يدخل إلى رضية ملعب بديلا لنايف السيد ولا هذا الجلسي اللي حيخرج إذن جيوفاني بديلا لجلسي بريفات حسن خليفة يستخدم أول أوراق الرابحة في شوط المباراة الثاني في شوط المدربين واجيوفاني وشارك في ما تبقى من هذه المباراة خطأ لصالح فريق الوشم الكرة عرضية أرضية تتخلص من الكرنشي تعود مرة أخرى لصالح فريق جدة ومارو كاينة يحاول خلص الكرة أمامية وصلت الكرة أمامية لجيوفاني جيوفاني يتقدم بالكرة لصالح فريق جدة حاول مرور ممكن يمر بالكرة جيوفاني ملجاة اليمنى انتظر مساندة كرة مقطوعة تعود لصالح فريق الوشم أمامية تعدي الكرة حكم براء وقل ما فيها شيء برور وما هو القرار الآن من حكم المباراة خطأ لصالح فريق الوشم خطأ لصالح فريق الوشم خلد التلس يحتسبه ولكن اللقطة يبدون الخطأ ما كان على حارس المرمى لو الخطأ على حارس المرمى فيها بطاقة شوف شوف اللقطة الماضية شوف 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 التدخل خطأ لصالح فريق الوشم احتسبه حكم خالد التلس وطرد يبدوني لأودا مارشال طرد لأودا مارشال بطاقة الحمراء لأودا مارشال الآن حسن خليفة في موقف صعب جدا اودا مارشال يطرد وفريق جدا يستكمل اللقاء بنقص لاعب والشوط الثاني اودا مارشال يرتكب الخطأ وبالتالي خطأ لصالح فريق الوشم وطرد لأودا مارشال مع تحية من جمهور فريق جدا لحارس مرمىهم الذي طرد في اللقطة الماضية واستعداد لحارس المرمى البديل جمهور الشمراني للمشاركة فيما تبقى من شوط المباراة الثاني في هذه المباراة اعتبرها نقطة تحول في المباراة اذا ما استفاد منها فريق الوشم في الدقائق القادمة التحية لأودا مارشال من كل الجماهير الحاضر اليوم في مباراة جدا أودا تألق كثيرا في مرمى فريق جدا ولكن في هذه المباراة هو يطرد بعد التدخل اللي كان مع مهاجم فريق الوشم مع محمود ديابيتي والخطأ لصالح فريق الوشم وجمهور الشمراني الحارس البديل يستعد للمشاركة في المباراة حتى التغيير من نسبة لحسن خليفة يعني حيكون على حساب أحد المهاجمين بالتالي أي مدرب تحصل له مثل هذه الظروف قد يفكر في التعادل في المباراة قد يفكر بالخروج بالتعادل من المباراة هنا جمهور يجري عمليات الإحماء جمهور الشمراني وسيناريو صعب جدا بالنسبة لفريق جدا في هذه المباراة أطا بصالح فريق الوشم وحسن خليفة والنقاش مع المساعد ويبدو لي إسماعيل عمر ولا حسن كرنشي ولكن ولكن الحقيقة الطرد اللي كان على عودة مرشال سيؤثر كثيرا على فريق جدا في هذه المباراة تعادل السلبي بدون أهداف الجولة السابع عشر دوري الأمير محمد بن سلمان لأنديت الدرجة الأولى جدا يصدي في الوشم شوط المباراة الثاني حتى الآن التعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف جدا يلعب بنقص لاعب بعد طرد حارس مرماهم أودى مرشال وهذا الطرد الذي يستوجب تغييراً يعني الخسارة خسرتين بالنسبة لحزن خليفة أحياناً يطلق لاعب في وسط الملعب في أرضية الميدان لا تحتاج إلى تغيير ولكن حارس المرما يستوجب عليك أن تقوم بالتغيير بالتالي نايف السيد يبدو لي هو من سيخرج والبديل هو جمهور الشمراني الحارس والحديث عن الدقائق القادمة في شوط المباراة الثاني الآن نقطة التحول قد تكون مفيدة بالنسبة لفريق الوشم إذا ما استغلوها فيما تبقى من هذا الشوط جمهور الشمراني بديل الناف السيد بعد طرد أودى مرشال والخطأ لصالح فريق الوشم الآن وحاية الصد وحاكم المباراة خالد الطريس الحاكم الدولي حكام النخبة طبعا في آسيا الحاكم اللي يدير هذا اللقاء اليوم و في جولة مهمة جدا في مباراة مهمة جدا للفريقين ثلاثة نقاط والله مهمة يعني شخصيا كأي متابع لدور أندية الدرجة الأولى عندما تشاهد الفرصة المؤاتية لكل من الفريقين بتغيير مركزة في سلم الترتيب بثلاثة نقاط في مباراة اليوم يعني كأنها مباراة خروج مغلوب المفروض تكون بالنسبة للفريقين ولكن رتم المباراة الذي لم يرتقي للمستوى المطلوب بسبب إرهاق اللاعبين بسبب التحضير المدربين لهذه المباراة لم نشاهد تلك المباراة التي من خلالها نستطيع أن نحكم على الفريق الذي سيصل لثلاثة نقاط الكرة فيها تسديدة وتخرج إلى خارج ضيئة الملعب ضربة مرمى لصالح فريق جدا ربط ساعة الأخيرة من المباراة ومن شوط المباراة الثاني جدا يلعب ناقص لاعب كرة أمامية رأسية اللعب في وسط ملعب لأحمد كرانشي كرة تملعوبة في الجاة اليوسرى الكرانشي تمرير خاطئة وصلت لراشد الرهيب راشد يمر بالكرة يلعبها أمامية جيوفاني يحاول المرور بالكرة سرعة وإصرار وتقدم ومحاولة والكرة تخرج إلى خارج ملعب ضربت مرمى لصالح فريق الواشم تألق كبير كان من الظهير الأيثر فهد أحزام في الكرة الباضية وتغطية كبيرة جيوفاني حاول لكن الكرة مرت إلى ضربة مرمى لصالح فريق الواشم شوف لقصة الماضية شوف الإصرار شوف جيوفاني شوف السرعة ولكن الكرة تمر وتخرج إلى خارج جيوفاني ضربة مرمى لصالح فريق الوشب ويبدو لي أن لعبي فريق الوشب مطالبين الآن في شوط المباراة الثاني بعد طرد حارس مرمى فريق جدة مطالبين بثلاثة نقاط إذا ما يعني فكر الجمهور بشكل عقلاني ومنطقي اللي لن تلعب أمام فريق ناقص لاعب بالتالي الفرصة مؤاتية هل يكون هناك استغلال لهذا النقص في صفوف فريق جدة في شوط المباراة الثاني لا أشاهد رغبة بالنسبة لمدرر فريق الوشب بالتغيير في الدقاق القادمة سلامات كان في وقوع الراشد الرهيب يقوم بالسلامة كان في دفع من لاعب فريق الوشب بالتالي الكرة فيها خطى لصالح فريق جدة الكرة لراشد الرهيب تلاعب للخلف أحمد المولد كرة لجمهور الشمراني أمامية وعالية من جمهور راسية لصالح فريق الوشم تعود سعيد كرة لأحمد سالك في وسط الملعب كاكي أولسو أحمد سالك مرور بالكرة مرور ممتاز تقدم وتمرير لنضال سعيد نضال كرة للجاهة اليمنى سعيد خلف كرة عرضية سهلة لجمهور الشمراني يعني كرة العرضية التي تلعب على القائمة الأول قد يعتمد عليها لعب فريق الوشب لكن الكرة ذهبت مباشرة لجمهور الشمراني حارس مرمى فريق جدة أمامية من جمهوره وعالية وصلت لجيوفاني جيوفاني حاول في الجاهة اليمنى المرور والتقدم لأمارو كاينة كاينة يمر ويمرر ويحاول وينتظر مساندة كرة لأوثمان تيابيتي يفقدها عثمان ولكن زوي يتواجد في الجاهة اليوسرة التمريرة وصلت لحسن العطاس لأمارو كاينة ممكن من الجاهة اليوسرة أمارو يحاول انتظر مساندة لعبها لحسن العطاس حسن حاول يمر عدي خطأ لصالح فريق جدا خطأ حسن سلامات حسن العطاس ضهير الأيسر لعب المواليد بالنسبة لفريق جدا فاقع الأرض إن شاء الله يقوم بالسلامة في اللقطة الماضية اللي كان فيها اشتراك مع عبدالبلوي لعب فريق الوشم يعود حسن لمشاركة مع الزملاء اللاعبين خطأ لصالح فريق جدا السيناريو سيكون رائع جدا إذا ما سجل فريق جدا هدف بعد النقص اللي حصل بطرد حارس مرمى هم بالتالي الكرانشي راح يلعب الكرة العرضية داخل منطقة محاولة الكرة تتخلص من حارس مرمى وتعود لصالح فريق جدا تمرير راشد الرهيب العبها لزوي زوي عالية داخل منطقة الجزاء الكرة مرة تسديد أوه حلوة حلوة لكن هنا الفهمي اليوم يتألق يتألق أحمد فهمي في مباراة اليوم خلص الكرة في اللقصة الماضية تعود مرة أخرى لصالح فريق جدا أمامية ملعوبة مرور من أماره لكن تعود مرة أخرى خطأ لصالح فريق الوشم خطأ لصالح فريق الوشم أحمد فهمي في مباراة اليوم أنقض فريق الوشم يعني من كرة شوف وأيضا إسماعيل شوف إسماعيل تسديده الفهمي خلصها مباراة أخرى اليوم بين إسماعيل عمر وأحمد فهمي في أكثر من مناسبة الفهمي تصدى لتسديدة إسماعيل عمر بالتالي يبقي الأحمد فهمي النتيجة سلبية حتى الآن بدون هداف سلامات للعب لواقع على أرضية الملعب إن شاء الله يقوم بالسلامة عبدالله بلوي عبدالله بلوي لواقع على أرضية الملعب بالنسبة لفريق الوشم طبعا أكوى خط وجوم حتى الآن في هذه المسابقة الأنصار 22 هدف أقل الخطوط الهجومية للأهداف النهضة 12 هدف أكوى خط دفاع هجر استقبلت شباكو عشرة أهداف بينما الفريق الأكثر استقبالا للأهداف وأضعف خط دفاع حتى الآن القيصومة ب27 هدف ولجت مرماهم الأكثر فوزا أبهى المتصدر في عشرة مناسبات الأقل فوزا القيصومة في ثلاثة لقاءات الأكثر تعادلا فريق جدة بتسعة مباريات يعني أعتقد اليوم رح تكون المباراة العاشرة بالنسبة لفريق جدة إذا ما انتهت بالتعادل بالتالي يعني تعتبر مشكلة مشكلة تعادل في عشرة مباريات من 17 مباراة أنت تخطيت النصف من مبارياتك متعادلا فهذه تحتاج إلى دراسة من الجهاز الفني ومن إداري أقل الفرق خسارة جدة في مباراة وحيدة 18 نقطة خسارة فريق جدة بالتعادل هذا مدرب فريق الوشب محمود جابر درب المصري اللي الحقيقة يعني روح من النقص اللي موجود في فريق جدة ولا يعني لم يستغل أو لم يقوم بأي تغيير تواجد في دكة البودلاء سلطان الشريف ماجد الشمري ناصر المقحم أمجد برناوي خالد حكمي وأيضا رزاق نوحو كرة لصالح فريق الوشب سعيدي مر بالكرة عديها من الكرنشي مر تمريرها لنضال وصلت لزوي يكسر ضربة مرمى يصالح فريق جدة هذا النضال لاعب دولي تونسي سابق تخب تونس النجم الساحلي أيضا مثل فريق النجم الساحلي يلعب في محور الالتكاز بالنسبة لفريق الوشب دور دفاعي في وسط أرضية ملعب وخبرة كبيرة يعني يستفيد منها لاعبي فريق الوشب في وسط أرضية ملعب كرة عالية خبرة المشاركات الدولية مهمة جدا وعنده اختيار اللعب اللعبين الأجانب أن تحتاج للاعب مثل بلاده مثل المنتخب الأول بالتالي حصل على عديد من الشهادات الفنية إلى أن وصل إلى تمثيل المنتخب الأول في بلاده نسبة لجاحة تكون أكبر لعب الدولي كرة ملعوبة الزوي لعبها لحسن عطاس مرب الكرة حسن يحاول تمريره لكرنشي لحسن عطاس لصالح فريق جدة بالنسبة لعب فريق جدة يحتاجون إلى جهد مضاعف بعد النقص العددي الذي يعانوا منه منذ الربع ساعة تقريبا بعد خروج أودا ومرشال كرة إلى خارج جدة ملعب تعود لصالح فريق الوشم لنضال كنترول ممتاز بالنضال مرب الكرة عيدا للخلف فاسكو كرة لعبدالله الدوسري من عبدالله أمامية لبكاكي كرة بالكعب ممتازة من محمود لبكاكي ممكن التمرير الجال يمنح طير لصالح فريق وشم سعيد حلوة تسديدة حلوة من السعيد وجمهور الشمران يتدخل خلص الكرة إلى خارج ضيئة ملعب شوف حاول يحطها في الزاوية البعيدة ولكن جمهور يخلصها إلى خارج ضيئة ملعب ضربة روكنية لصالح فريق الوشم ضربة روكنية لصالح فريق الوشم الآن فاهد حزام على التنفيذ يلعب في الضهير الأيسر وينفذ الضربة الروكنية بالقدم اليمنى يلعبها ل خطأ لصالح فريق جدا خطأ لصالح فريق جدا هذا أحمد المولد تنفيذ الخطأ محمود جابر يستخدم أحد أوراقه الرابحة للخروج بثلاثة نقاط في هذه المباراة الصعبة كرة مور لصالح فريق الوشم الآن تمرير الجه اليسرى محاولة تقدم سرعة كبيرة وتسديد والكرة بعيدة إلى خارج رضية الملعب ضربة مرمى لصالح فريق جدا يعني اعتقادي شخصي الفريقين لو لعبوا مباراة أخرى بعد هذه المباراة بهذا المستوى لن نشاهد أي هدف حتى الآن نتيجة سلبية ولكن مباراة غريبة لوم الحقيقة من الفريقين وهنا تغيلي صالح أفريق الوشم لعب رقم 66 سلطان الشريف لعب الأهلي والرائد سابقا يستعد للمشاركة متبقى من شوط المباراة الثاني الذي توقف كثيرا بسبب الأخطاء ووقوع اللعبين في أرضية الملعب محمود ديابيتي يخرج المهاجم وبديل له سلطان الشريف ضربة مرملي صالح فريق جدة جمهور الشمراني هيا محمود يا كابتن مدرب فريق الوشم أخيرا يعني يقوم بالتغيير يريد استغلال النقص اللي موجود فريق جدة تغطية دفاعية انتشار دفاعي جيد لفريق الوشم الكرة تصل لصالح فريق جدة لراشد الرهيب لجمهور الشمراني لراشد أمامية من راشد يبحث عن الجيوفاني بالتمرير لكن الكرة تعود لصالح فريق الوشم الآن أمامية وعالية لجاتي الأسرة سلطان وهذا النضال الكرة تتلعب لصالح فريق جدة تعود مرور محاولة جيوفاني يحاول بالسرعة كرة مقطوعة لصالح فريق الوشم كاكي لعبها للجاة اليوم لسعيد خلف تقدم بالكرة سعيد خطورة وتمرير كرة عرضية بعيدة إلى خارج ضيئة الملعب ضربة مرمى لصالح فريق جدة هذا سعيد ضهيلة الأيمن وتيحت لها أكثر من فرصة في الجاة اليوم في شوطن المباراة الثاني ولكن كرات العرضية كلها بعيدة أيضا نتيحت لها فرصة من أجل التزديد وسدد لكن حارس المرمى جمهور تألق في الكرة اللي سددها سعيد خلف ضربة مرمى لصالح فريق جدة جمهور عاية من جمهور الشمراني تمر راسية لفاد حزام علي من فهد وسط الملعب سلطان الشريف تمريره لتركي السوفياني تركي كرة لبكاكي في الجاة اليوسرى بكاكي أيضا يلعبها لسلطان الشريف الكرة تخرج إلى خارج ضيئة الملعب ضربة مرمى لصالح فريق جدة في كرة القدم كل شيء ممكن كل شيء ممكن في كرة القدم لكن أعتقد أن المباراة تسير للتعادل السلبي ضربة مرمى لصالح فريق جدة جمهور الشمراني إلعب الكرة عالية تمر راسية نضال إلى خارج ضيئة ملعب رمية تماس بالله صعبة ترى المشجع والمتابع والمتذوق لكرة القدم أن يشاهد تسعين دقيقة ما فيها أهدف يعني من الصعب أنا لو أتابع مباراة تمر يمر شوط ما فيها أهدف ممكن بعد أكملها لكن نتمنى أن ترتقي مباريات دوري درجة الأولى إلى مستوى فني أعلى مستوى فني أعلى يؤهل هذا الفرق عندما تصل لدوري المحترفين أن تشارك بقوة في خمس وقت بدأ ضايع تسبح حكم المباراة كرة وصلت تمامية لصالح فريق جدة جيوفاني يحاول في الكرة تتخلص من فاسكو الكرة تمر إلى خارج تألق أحمد فهمي هم يعني اللي تألقوا في مباراة اليوم حراس المربع رمي التمس حسن العطاس تعود لحسن مرة أخرى مارو كاينة في حالة تسلل أمامية عالية لجالي أسرى فهد حزام طهيل الأيسر كرة تخرج لخارج ضي 8 عبر مية تماس صالح فريق الوشم آخر ثلاث دقائق على نهاية الشوط المباراة الثاني والمباراة والتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف الكرة ملعوبة في الجهة اليوم نضال سعيد نضالي حاول يمر بالكرة عديها نضال يمررها لابكاكي حاول تمرير كرة تخاطية تعود مرة أخرى لنضال نضال في الجهة اليوسرى لصالح فريق الوشم خطورة الآن تركي سفياني يلعبها في الجهة اليوسرى لفهد حزام حاول يمر الكرة بالتسديد سهلة الكرة وصلت لجمهور الشمع واحدة من المحاولات التسديد من خارج منطقة جزاء أحد المهمة ولكن التسديد كانت سهلة وصلت لحارس المرمى جمهور عالية من جمهور لفهد حزام ومارو كاينة خطة في الكرة تعود مرة أخرى لصالح فريق جدة رمية تماث في الجهة اليوم تغير لصالح فريق جدة في آخر دقائق المباراة ومارو كاينة يخرج والبديل اللاعب المدافع حسن الجبيري لاعب رقم أربعة بالمناسبة حسن الجبيري أحد المدافعين اللي يتميزون بتسجيل الأهداف تابعتها في أكثر من مباراة في الكرات الهوائية داخل منطقة الجزاء حسن الجبيري يتألق دائما مع فريق جدة شاهدته في الموسم الماضي سجل في أكثر من مناسبة تغير بالنسبة للمدرب حسن الخليفة في آخر دقائق شوط المباراة الثاني رمية تماسي صالح فريق جدة حتى التغير يأخذ وقت طويل حتى يتم التغير كرة اللعب إسماعي العمر كرة وصلت لصالح فريق جدة خطأ خطأ لصالح فريق جدة في آخر دقائق المباراة سلطان الشريف اللعب البديل هو من ارتكب الخطأ إسماعي العمر وراشد الرهيب والحاكم يطلب عادة تنفيذ الخطأ لصالح فريق جدة والله هدف مجنون رح يكون في مباراة كانت يعني في مباراة كانت من غير المتوقع أن تشاهد فيه هدف ولكن هدف سيكون مجنون وطعم الفوز رح يكون فيه كبير إذا ما أتى لكن الكرة الرأسية وصلت ليد حارس المرمى حارس مرمى فريق الوشم أحمد فهمي كرة عالية من أحمد لي دفاعات فريق جدة تتخلص بنحسل عطاس هنا خالج ضية الملعب في لعب واقع لأرضية ملعب سلوات يصابة إن شاء الله يقوم بالسلامة حسن الجبيري سلامات يا حسن إن شاء الله يقوم بالسلامة صابة بسيطة إن شاء الله لي حسن خصائي العلاج تدخل في الاشتراك في اللقطة الماضية كان مع نضال سعيد كرة الرأسية حسن الجبيري حاول لعب الكرة الرأسية الكرة مرت ليدفاعات فريق الوشم اللي حارس المرمى كان في اشتراك واشتراك بسيط إن شاء الله على إثرا يقوم بالسلامة ويكمل إن شاء الله مع الزملاء في المباراة القادمة لأن أعتقد الشوط المباراة الثاني شارف على الانتهاء طبعا الجولة القادمة ومباراة الجولة القادمة أعزائي المشاهدين جدة سيلعب مع العروبة الوشم سيصدي في النهضة الشعلة والجبلين الطائي وهجر والجيل ونجران المجزل والنجوم أبهى والقيصومة الأنصار والكوكب العين وضمك العدالة والخليج ستكون مباراة الجولة القادمة من شئة الله طبعا تبقت جولتين وينتهي الدور الأول من دوري الدرجة الأولى ولازال حتى الآن في صدارة هذه المسابقة فريق أبهى ب34 نقطة ثم الأنصار ب28 نقطة وضمك 28 نقطة جدة سيقاسم فريق ضمك المركز الثالث بالنقاط ولكن بالأهداف ضمك يتقدم بهدف فارق هدف عن فريق جدة بالتالي فريق الثالث فريق ضمك المركز الرابع فريق جدة بينما فريق الوشم في المركز العاشر رح يكون يعني تقدم مركز بعد التعادل لأنه عنده 22 نقطة سيكون عنده 23 نقطة بعد نهاية هذه المباراة والكل يعلم طبعا دوري الدرجة الأولى مراثون طويل من المباريات والمشاركات خاصة وأنه في هذا الموسم هذا جال من الحضور اللي يحضر ويريد أن يستمتع في مباراة اليوم جدة بعد هذه المباراة إذا منتهت بالتعادل رح يكون عنده 28 نقطة ورح يكون فيها فارق هدف عن فريق ضمك بالتالي سيبقى في المركز الرابع فريق ضمك في المركز في الثالث أحد الأخوان هنا يريد صحيح المعلومة طبعا ولكن 28 نقطة رح يكون مع فريق جدة لحسن الجبيري لحسن الجبيري لحسن الجبيري ونقر شكرا لحسن الجبيري لحسن الجبيرю خالد أبطريس صافرته ومعلن عن نهاية شوط المباراة الثاني والمباراة بتعادل الفريقين بدون أهداف إلى أن نلقاكم إن شاء الله في مناسبات قادمة وفي مباراة مباريات قادمة من دوري الدرجة الأولى تقبلوا التحية مني ومكافة الزملاء وننتقل الآن للزميل عبد الباري الحساني في أمان الله شكرا لمعلقنا الذي كان معلقا ووصفا على هذه المباراة التي انتهت بتعادل سلبي لنادي جدة والوشم يعني مباراة لم تكن بالتوقعات لكل الفريقين جدة الذي كان يطمح أن يعزز من رصيد نقاطه يعني تعادل سلبي بطعم الخسارة لنادي جدة وهو وصيف دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ 28 نقطة أبها يحافظ على الصدارة بـ 34 نقطة والوشم بـ 23 نقطة إذن متابعين شاهدنا مباراة يعني لم تكن بالتوقعات لكل الفريقين نادي جدة الذي كان يتأمل الكثير من هذه المباراة بقيادة مدربه حسن خليفة والوشم القادم من محافظة شقراء بنفس التطلعات يعني ربما كان يلعب على المرتدات بشكل كبير في أرضية الملعب كان هناك استغلال واضح لمعظم أخطاء نادي جدة لكن لم يسجل أي هدف نادي شقراء نحول أن نجري لقاءات مع اللاعبين لكن يبدو أن نهاية المباراة وإصابة اللاعب هي ما أثرت على هذه المجريات في آخر الدقائق التي كانت هنا في أرضية الملعب يعني لعب نايف السيد الذي كان في أرضية الملعب وإيضا إسماعيل أحمد الذي يحمل رقم سبعة كابتن إسماعيل كابتن إسماعيل إسماعيل أحمد الذي كان نجم مباراة اليوم لم يحالفها الحظ بتسجيل العديد من الفرص المهدرة التي كانت في شوط المباراة الأول أو حتى شوط المباراة الثاني كابتن إسماعيل أحمد أهلاً وسهلاً بك ضيفاً على قنوات KSA Sport يعني أنت نجم المباراة اليوم كثير من الفرص المهدرة يعني ربما من سوء حظ من كثير من الجملة التكتيكية التي كانت خاطئة أيضاً غياب لاعب مؤثر كان معكم كيف تعلق على المشهد؟ أول شيء بسم الله رمحيم ثاني شيء الحمد لله هذا حالة الكرة سواءنا اللي علينا واجتهدنا ثابرنا سواء تكتيك المدرب اشتغلنا كمجموعة كاملة ممكن موسوحة يعني موسوحة لكن هو توفيق من رب العالمين نحن اجتهادنا وصلنا الباب أكثر من مرة موسوحي البس لكن كانت منظومة كاملة كان نقصنا شوية توفيق من الله سبحانه وتعالى وهذا حالة الكرة يعني نادي جد اليوم ما هو اللي نعرفه يعني عن المباريات والجولات السابقة شيء مختلف تماما غياب في الهوية في الأداء في كل شيء ممكن عندنا غيابات شوية صراحة يعني أكثر من لاعب عندنا شوية العادة فيها كم لاعب ماثرين صراحة مو تقليلا في الموجودين ولا في الغايبين لكن زي ما تقول هذا الدوري الدوري السعر طويل قدامنا 21 مباراة أعتقد لازم الكل يكون جاهز قلت لك اليوم كانت صراحة كان سوء توفيق يعني من كم لاعب كده مننا وكان نقصنا توفيق في كم فرصة كده لكن هذا حالة كرة زي ما قلت لك ما في شيء تتوقع أنه بعد يعني تعادل سلبي اليوم وأيضا تعادل سلبي في المباراة الماضية كيف رح يكون شكل الجولات في المباريات القادمة خصوصا وننادي جد على الرهان من أكثر من متابع لهذا الدوري أنه يعني نادي جد قدم مداء مميز في بداية الدوري لكن الآن نشاهد شيء مختلف يعني نشوف يعني كل الفرق صراحة في مقام واحد صراحة يعني كل الفرق قوية السنة هذه طبعا بإضافة ثمانية محترفين واثنين من أخوانا المواليد الدوري طبعا الدوري يختلف عن السنوات اللي راحة كثير ممكن كل الفرق في مستويات واحدة أعتقد أنه أنت لو تلاحظ في الجدول يعني كل الفرق قريبة كده من بعض صراحة الدوري هذا الفرق هو آخر جولتين وكل ما قلت عدد المباراة الباقية كل ما صعبت شوية شكرا لك كابتن اسماعيل أحمد لاعب نادي جدة وأيضا نأخذ لاعب نادي الوشم كابتن محمد نتكلم معاك اليوم عن مباراة كانت ماراثونية بينكم وبين نادي جدة لكن انتهت بتعادل سلبي يعني تعادل سلبي لكن بطعم الخسارة لنادي الوشم وأيضا لنادي جدة والله أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم نشكر اللعيبة صحابي على دالي قدموه دال ممتاز وأنا قلت من أول موسم الفريق أول مرة اللعيبة معنا مع بعض ما يعرفوش بعض أقبله ما لعبوش مع بعض هذه الحاجة اللعيبة الفريق قادي يطور من مقابلة لمقابلة إن شاء الله كما قلت أنا عندي ثقة في روحي ثقة في صحابي كما قلت من أول البطولة اللي بيش نكونوا مفاشئة في البطولة هذه نشكرهم على دال ممتاز اللي قادي يقدموه فيه وبصراحة معنا معنا لعيبة زادة منصابين كما معنا ركيزة في الفريق كما السلطان الشريف اللي اليوم رجع في المقابلة مراد وليد شنجيتي واللعيبة قادي نتطور من المقابلة لمقابلة وإن شاء الله بقدرة الله بشأننا نكونوا خير من هكا بش نوعدوكم ونوعدو جماهير متاعنا والمسؤولين بشأننا نكونوا خير من هكا ونطلب مسمحة إن شاء الله من اللاعبين جدة واللعب اللي كان من الاتحام معاي في الملعب ما غير قصد إن شاء الله بشأننا نشوفه بعضين في المستشفى ونطلب اسمح من صحابي زادة على الكرت اللي خذيته الثالث وإن شاء الله كما قلت لك إن شاء الله بشأننا نكونوا خير من هكا وإن شاء الله نكونوا أداء أتمنى لك التوفيق شكرا لك كابتن محمد رضا إذن هذا حديث لاعب نادي الوشم وأيضا لاعب نادي الوشم الآخر تركي السفياني أهلا وسهلا بك ضيفا على قنوات كيسي اسبورت نتحدث عن مباراة اليوم والمواجهة اللي جمعتكم يعني مباراة كانت مرثونية ثقيلة كان فيها أحداث مختلفة استغللتم بشكل واضح المرتدات والفرص المهدرة لنادي جدة بشكل عكسي لكن ما حرفكم الحظ أهلا بك حبيبي أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والمباراة زي ما شفت أنت كانت من الطرفين يعني تقريبا تكتيكية أحنا اعتمدنا عن المرتدات طبعا في أرض الخصم كانت فأعتمدنا شوية عن المرتدات والحمد لله يعني النقطة من أرض الخصم تعتبر شيء جيد نتكلم عن نادي الوشم في المركز التاسع تقريبا بثلاثة وعشرين نقطة وأيضا نادي جدة نادي الوشم بهذا الشكل لين رايح في دوري أمير محمد بن سلمان هل راح يصعد لدوري المحترفين ولا راح تبقوا في المراكز هذه والعوض في الجايات لا إن شاء الله طبعا طموح هاي فريق من يصعد وإحنا إن شاء الله راح نشتغل أكثر وأكثر ونبحث عن الصعود يعني مو بشيء صعب نتعرف دوري الدرجة الأولى ما نحس من الله في جولاتها الأخير مدربكم الجديد له ثلاثة مضريات وهذه الرابعة كيف شايف انسجام الفريق معه خصوصا أنه يعني دوري ما حد يعرف الاهترتيب اليوم أنت تلعب في مباريات تكون الخامس بكرة طير للثالث في المقدمة دوري مختلف عن النسخة السابقة صحيح الدوري مختلف والعناصر مختلفة والحين زي ما أنت شايف فيه محترفين فيه أجانب اختلفت أشياء كثيرة وإحنا إن شاء الله بنشتغل والمدرب طبعا عنده لأن تو جديد يقعد يشوف اللعيبة ويجرب أكثر من اللاعب وغير وعندنا نقص الفترة هذه كان عندنا نقص أكثر من اللاعب المباراة هذه وإن شاء الله المدرب بيشتغل ويشوف أفضل الفريق راح يكمل فيه أتمنى لك التوفيق إذن هذا حديث لاعب نادي الوشم تركي السفياني أيضا نتحدث مع الجهاز الفني في نادي جدة أهلا وسهلا بك كابتن اليوم إحنا شفنا نادي جدة بشكل مختلف صراحة يعني مستوى ما هو معهود عن نادي جدة ما بقول مستوى سيء أو انحدار في المستوى لكن مستوى غريب ظهر بي نادي جدة ما السبب؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أول وآخرا على النتيجة إحنا طبعا كنا بنطمح في الفوز عشان نواصل طريقنا في العودة للصدارة والمنافسة على المركز الأول ولكن لسه الدوري طويل وإنت عارف أن دوري الدرجة الأولى نفسه طويل يعني كابتن ياسر بس باستغيل الفرصة لذيق الوقت أنت مدرب حراس اليوم شاهدنا يعني لقطات طرد لحارس نادي جدة وهو عودة مرشال بحكم أنه يعني حارس مميز لنادي جدة فقدتوا أهم يعني ركن من أركان الفريق قدرتوا أنكم تستمروا بعشر لاعبين مقابل 11 لاعب كيف كان شكل المباراة في غياب عودة مرشال؟ والله الحمد لله يعني عودة قد بشكل كويس جدا وأنا بشكره طبعا على المباراة وهو الحمد لله ده من أميز الحراس في الدوري ولكن الحمد لله إحنا شغالين كويس مش على عودة بس إحنا شغالين مع جمهور الشمراني اللي لاعب وقده بشكل كبير والنهاردة يعني بشكره أنه قدر يؤدي في الوقت ده والظرف ده والمفاجأ يعني عنصر المفاجأ وقدر يتعامل معاه وده ندل على شيء بدل على الجهزية الحمد لله إحنا شغالين معهم كويس وسواء سلم قبوس الحارس الثالث معنا فالحمد لله إحنا شغالين بشغل كويس جدا بجاهزية أنه في أي وقت حد يلعب منه وعندنا يعني ثلاث حراس من أفضل حراس الحمد لله موجودين في الدوري يعني دهية حاجة الحمد لله كويسة يعني النهاردة شفت أنت حراك في المباراة نزل جمهور أدى بشكل كبير وشكل كويس وما حسنتش بغياب عودة يعني وش حكاية التعادلات معاكم هل هو ضعف في فريق جدا بحكم أنه ما يقدر يحافظ على التقدم اللي يصير يعني شفنا تعادلات سلبية كثيرة لنادي جدا أفقدته الكثير من النقاط كان من الممكن أنه يستغله ويطير للصدارة لا هي مش ضعف ولا حاجة بالعكس أنت كل الفرق اللي بتجيلك بتلعبك كبطل يعني أنت كنت متصدر وبتنافس على المركز الأول دايما فكل اللي بيجي لعبك هنا أنت بتلعب تحت ضغط ضغط ليه؟ لأن الفرق اللي بتجي تلعبك يعني بتتمنى أنه يتاخد بنت منك يعني التعادل وتمشي فأنت في طبيعي تحت ضغط فيعني بيبقى صعوبة المطش أنه دايما الناس كلها بتبقى مقفلة المطش يعني المطش كله مقفل وأنه يعني أمنيته نواة عادل فالحمد لله يعني احنا بنقد بشكل كويس وبنعمل اللي علينا ولكن برضو عنصر التوفيه من عمد الله صبح وعلا وإن شاء الله في اللي جاي ربنا يكرمنا إن شاء الله ونعود للمنافسة على المركز الأول إن شاء الله وإش ينقص جدا أنه يكمل ويطير للصدارة ويصعد لدور الأمير محمد مسلمان للمحترفين والله يشوف إحنا يعني مجموعة اللعاب اللي عندنا كلهم ما شاء الله يعني لعبة متميزة جدا حتى البودلاء اللي لعبوا يعني إحنا على مر الستاشر جولة اللي تلعبت يعني شارك أكتر يعني فوق العشرين اللاعب وده ندل على شيء دل إن أنت عندك بودلة كويسين ولا شك إن إحنا إن شاء الله يبقى في الفترة الانتقالات في تدعيم للفريق وإن شاء الله بإذن الله نقدر نعود للمنافسة إن شاء الله شكرا لك كابتن ياسر إذن هذا حديث مدرب الحراس في نادي جدة الذي كان يعني شهد لحظات مختلفة اليوم في المباراة بعد طرد حارس نادي جدة وهو عودة مرشال واستبداله بحارس آخر عشر لاعبين مقابل 11 لاعب انتهت المباراة بتعادل سلبي لكل الفريقين إذن مشاهدين كانت هذه نهاية المباراة من الجولة السابع عشر لدور الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى إذن هذه تغطيتنا نلقاكم إن شاء الله في الجولات القادمة بإذن الله في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة